سلام عليكم سنة تالتة ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم آآ باسم محمد دكتور تكليف وان شاء الله النهاردة هيكلم عن موضوع كده تبع الترومة اسمه ماشي آآ في البداية كده الاول هنتعرف عن على شوية حاجات كده عن بعدين هنعرف ايه هي الليجامنت وهي المنسكس وبعدين هنعرف ايه هي اللي ممكن تحصل فيها وانا هو خلي بالك يعني دي مش كل لان المخاضرة هتبع عليك جزئين جزء هنشرح فيه آآ حاجة النهاردة وجزء هنكمل بيه بقى المخاضرة في جزء تاني عشان بس ما انتقولش عليكم آآ التوبيكس بتتكلم عن اناتومي اوف زا جوينت اللي هو الني جوينت وبعدين حاجات اسمها استابيلايزرز اوف زا جوينت استابيلايزرز ديت حاجات بتعمل يعني حاجات بتعمل تسبيت للجوينت دوت وبعدين من ضمن دول حاجة اسمها انتير كوروشيت لجمد هنتعرف عليه بعدين يعني ماشي والانتير كوروشيت دوت هندرسه بالتفصيل شوية فهنعرف عنه الاناتومي والفانكشن ولما يحصل فيه تير بيبنى عليه ايه يعني ايه الكلينيكال سيمتومز وايه بنشوفه ازاي بالراديولوجيكال والكلام ده كله وشوية تستات وحاجات من دي وبعدين في الاخر خالص بتاعه ازاي دوت هيبقى الجزء اللي احنا هنتكلم عليه في المخاضرة النهاردة وباقي بتاعة الجوينت عشان الانتير كوروشيت ده اكبر وعد فيهم فهنخليه في مخاضرة لوحده والباقي هنخليهم في مخاضرة التانية يعني او الجزء تاني يعني تمام فنبدأ بقى العنوان بتاعنا اللي هو الاناتومي بزا جوينت خلي بقى لكم بس انتم ممكن تلاقوا الداة كبيرة شوية او المخاضرة كبيرة شوية اه هي مخاضرة سهلة ويعني بالذات كمان ان انتو اللي متحم بتاعكو هيبقى اغلاجه ام سي كيو فالدنيا مش هتلاقي حاجة صعبة مسلا ولا حاجة ايه ممكن تكون طويلة شوية بس انتم هتلاقوني كده ايه من وقت للتاني باعلم لكم على اجزاء كده مهمة بالماركر زي مسلا الجزء دوت فالجزء ده انتم تركزوا عليه عشان دوت ممكن يبقى جزء في ام سي كيو يعني ماشي وبقى الحاجات انتم تقرؤوها باهتمام كده بعد بعد ما تسمعوا تسجيل على طول هتلاقوا الدنيا سهلة جدا ان شاء الله هي المخاضرة ممكن تكون كبيرة شوية يعني بس هي سهلة ما فاش حاجة يعني تمام فنسمي لده كده ونبدأ آآ نبدأ بالاناتومية اناتومي افزا جوينت احنا عارفين ان هو اسمه الني جوينت وما ليه الجوينت اللي مكتوب ده بيقول لك اسمه تبيو فيمورال جوينت تبيو فيمورال جوينت لو انت جيت وبص على ده الني جوينت خلي بالك ماشي بس احنا مشافين كل حاجة شايلين كل العضلات وشايلين كل وشايلين كل الكابسول ومخلين بس البون تمام لما تيجي تبص على الجوينت كده هتلاقي ان فيه تلات عضمات الفيمور والتيبيا والفيبيولا وفيه عضمة تلتة كده عزي عضمة ربعة اسمها البتلة اللي هي الصابونة ملناش دعوة بها دلوقتي رميه ماشي بس انت خلي بالك هو يعني انت ليه الجوينت سميته تبيو فيمورال وفيه عندك تلات عضمات هقول لك عشان الفيبيولا ديت هي مش بتشارك اصلا في تكوين الجوينت يعني انت له خدت بالك هي اقصر اصلا من التبيا ومش مشاركة في الجوينت يعني الجوينت اخره هنا هو هي لوقت تحت خالصة فهي عشان كده الجوينت ما يتسمياش باسمها فيبقى الجوينت اسمه تبيو فيمورال جوينت ما بين العضمتين اللي مكونينه تمام ده انتيريور فيو وبنعرف من ان هو انتيريور فيو من البتلة بتبقى قدامنا كده بشكلها المسلس اللي معروف ماشي طيب وآآ ودوة سايد فيو سايد فيو بنعرفه ازاي ان البتلة هي باينة من الجنب باينة مسلس من الجنب ماشي ودوة بنعرفه ازاي يعني هو مش هو يعني لو كان يبقى انت مش هتبقى شايف البتلة بس هو عشان انت ايه يعني شايف حتة صغيرة خالص من البتلة فتعرف ان دوات باك فيو تمام طيب آآ الجوينت دوات بيتكون من ايه بقى بيتكون من جزء اللي هو بتاعت الفيمر والابر اند بتاعت التبيا اللوور اند بتاعت الفيمر بنسميها الفيمورالكندايل الذهب بتكونوا من اتنين كوندايل حتتين كده مبقرين كبار واحدة اسمها لو جينا برضو نبص على الصورة دي هتبان قوي واحدة اسمها وحدة اسمها دي عارفنا مني انها دي انا senate لشان دي لنحية الفيبيولة ودى عارفنا مني انها ميديا لان هينا نحية تتبية تمام؟ بقى ده جزء اللي هو بتاع الفيمر اسمه طب الجزء بقى بتاعة تبية اسمه ايه اسمه تبية البلاتو بلاتو ديت لو خدت بالك اه من ولا حاجة يعني كان جايبها لك كده ان هي ايه حاجة كده تمام فعشان هي عبارة عن اصلا ماشي بتبقى ايه رفيع كده وبتيجي من فوق تعمل حاجة حتة كده عشان تعمل فعشان كده سموا الحتة الواسعة الكبيرة ديت سموها تبية البلاتو تمام فيبقى اللي هو التيبي وفيمر الجوينت او النيجوينت بيتكوى من التيبيا البلاتو لو خدت بالك بقى ان العظمتين دول وهم الاتنين مسكين مع بعض او لحمين مع بعض كده يعني انا لو نفخت في الفيمر ولا لو نفخت في التيبي انا ممكن اوقعهم ممكن افصلهم عن بعض ليه لان هما الاتنين هما عظمتين ركبين على بعض مفيش مسلا ايه نزام البول اند سوكت اللي موجود في الهيب جوينت لأ انت هتلاقي ان عظمتين بس يا دوبك اندز مسكين في بعض ولا حاجة ولا حتى لحمينهم بمسامير ولا اي حاجة ولا الكلام ده كله فهتلاقي ان السيرفس هو يعني مختلف او غير متناسق او غير متجانس عشان كده عشان كده هتلاقي ان فيه هي كلمة السير هنا في ايه في كلمة هي اللي هتفهمنا الجملة دي يعني ايه يعني موروس موروس او فطري يعني ايه الكلام ده كله يعني ان ان الجوينت دوت لو انت جيت تجيبه كده وهو الواحد وهو بون مع بون هتلاقي ان فيه نو بوني استابلتي او لتل او لتل بوني استابلتي طب ايه اللي هيخلي بقى الجوينت اللي ممكن يشيل مثلا جسم المش ممكن يشيل هو بيشيل جسم البني ادم هو ممكن ناس توصل لمت كيلو ومتين كيلو وتلتمائة كيلو ارقام مخزع بالية كده ما بنسمعش عنها اه الا في وطننا الجميل مصر ايه اللي بيخلي الناس دول يعرفوا يمشوا عادي وتلاقيهم ماشيين اه يعني فيه صعوبة شوية بس بيمشوا يعني وبيحملوا على الجوينت دوت عشان فيه حاجات اسمها حاجات بتثبت الجوينت دوت وتخليه قوي لدرجة حتى ان انت ممكن تقف على رجل واحدة من كتر ما الجوينت دوت قوي وسابت ويقدر يشيل وزن الجسم تمام اه بيقول لك بقى ان الايه لو حصل فراكشور اف فراكشورت ماشي اي جزء من الجزئات ايات دير ممكن يحصل كمان ايه اديشنال انستابلتي ماشي طبيعي يعني لو فراكشور اصلا فاي جوينت حتى لو هو ستيبل هيعمل اه هيعمل انستابلتي فما بالك بقى الجوينت اللي هو اصلا مفهوش استابلتي لو حصل فراكشور كمان هيعمل ايه اديشنال انستابلتي ماشي معلومة يعني متشكرين عليها اه ندخل على على السلايد اللي بعد كده او العنوان اللي بعد كده احنا كده خلصنا الاناتوميو بزا جوينت ندخل على الاستابلايزرزaries وبزا جوينت بقى الاستابليزرزوب زا جوينت هتلاقي انهم نوعين او مجموعتين من واحد اسمه واحد اسمه واحد اسمه معروفة جاية من السكون السكون اللي هو ايه الوقوف او عدم الحركة انما ديناميك جاية من ايه ديناميك يعني حركي يعني حاجات حركية في السكون طب واحدة واحدة كده نشرح الاول عشان نفهم الستاتيك الديناميك بيقولك ان هي المسكلو تندنسيونت المسكلو تندنسيونت ديت اللي هي بتتكون من المسل والتندن بتاعتها تمام يعني اللي قلنا مسلا ان في عضلة هنا من قدام اسمها الكوادريسبس والكوادريسبس ديت عبارة عن ايه عبارة عن جزء فلش هنا بيبقى جزء احمر هنا وبعدين بتقوم بعتها تندن بيمسك في الباتيلة من هنا وبعدين بيطلع من هنا بتيلر تندن يمسك في التبية كلام ده انتو خدته في الاناتومي في اللورلم صح؟ طيب العضلة ديت لما تيجي تعمل لما تيجي تعمل فهتقوم شدة على التبية وشدة على الباتيلة والباتيلة تشدها على الفيمر يعني اكناها كده شدت الفيمر على التبية شدت الاتنين مع بعض فخلت الاتنين ايه يعني يقربوا من بعض ويبقوا الاتنين مجدودين وفيه تمام؟ طب الكلام دوت ايه الشرط بقى اللي الشرط اللي بيحصل ان يحصل العضلة يعني يحصل حركة تمام؟ فعشان كده سموها بالديناميك ستابيلايزرز يعني نفهم من كده ان المسكولوتين ديناسيونيتس او الديناميك ستابيلايزرز الشرط فيها عشان تعمل ستابيلايزيشن للجوينت انها يحصل حركة تمام؟ ان يحصل حركة انما لا هي ستابيلايزرز سواء في السكون او في الحركة تمام يا شباب؟ ماشي. ايه بقى أمثلة بتاعت الستاتيك ستابيلايزر زي الجوينت كابسول زي المنسكاي زي ايه زي أشهر واحد عندنا خالص اللي هو الانتيريور كورشيت ليجامنت والأخو اللي هو البستير كورشيت ليجامنت والاتنين مع بعض كابه بيكونوا علامة الصليب كده عشان كابه سمون كورشيت ودوت الروباط الصليب اللي احنا عارفينه طبعا مشهور يعني فيه طبعا عندك لاترال كولاترال ليجامنت وميديا لاترال ليجامنت ماشي وفيه حاجات كده اسمها منسكاي منسكاي دي عبارة عن مخدات كده بتبقى تحت الكندايلز بتعمل برضو ستابيلايزيشن هنبقى ناخدها بعدين وهنعرف ايه قصتها وطبعا الجوينت كابسول اللي بيحاوت الدنيا دي كلها ببعضها ماشي آآ كلامنا النهاردة عن النجم ده عن الانتيريور كرشيت لجامنت ده ماشي هو دوت هيبقى محور حديثنا النهاردة واللي هنخليه في المحاضرة هنخليه له محاضرة كاملة من كتر ما هو مهم هنتكلم شوية عن الاناتومي بتاع الليجامنت نفسها وبعدين هنتكلم عن الانتيريور كرشيت ده اول ده تحفظه الاختصار ده مهمة جدا ممكن تلوه اصلا في الامتحان مش هتلاقي الدكتور رأى يكتب لك انتيريور كرشيت لجامنت لها هتلاقي يكتب لك اسي ال بي سي ال ام سي ال ال اسي ال ال الاحاجات دي كلها يعني اختصارات اصلاع عالمية اختصارات مشهورة فلازم تحفظوها ماشي وهي سهلة يعني ما تقلقوش يعني آآ الليجامنت عندنا هم اربع الانتيريور كرشيت لجامنت والميديا الكولاتير الليجامنت واللاتر الكولاتير الليجامنت تمام لو جينا نبص على الليجامنت اناتومي بس هو مش لجامنت اناتومي بيقدق ماشي بس هو ايه يعني حتى عملها لكم مستطيل كده عالجنب آآ معلومة يعني اضف الى معلوماتك يعني حاجة اي كلام يعني آآ بيكون من بيكون سبعين في المية منه عشان كده الليجامنت بيبقى مجدود عبارة عن حبل قوي ماشي وبيدخل معاه شوية الاستين والاكسترا سيلولار ماتيكس ماشي الماتريكس بقى اللي ايه اللي هي اللي بتحوط الليجامنت او بتفضي بقى الفراغات اللي ما بين الايه الفايبرز ديت اللي هي الكولاجين والاستين تمام طيب احنا عندنا بقى ايه اصغر حاجة خلص في الفايبرز اسمها الفايبرز بتتجمع وتكون فايبرز والفايبرز بتكون حاجة اسمها سبفا سيكولار يونت والسفا سيكولار يونتز بتتجمع مع بعضه الكون فاسيكولاس تمام فاحنا عندنا نوعين من الفاسيكولاس نوع يعني بيبقى ماشي كده بشكل ايه يعني كلها ماشية متوازية مع بعضها وديت اللي هي اللي هي اللي هي واللاترا كلاترا الليجامنت تمام انما عندك هنا في بيبقى برا عن ان الفايبر ماشي مع الفايبر اللي جانبه على شكل كده الي هو ايه الحلزوني زيت دي ان هي كده يعني بتمشي مع بعض كده ايه بشكل حلزوني فعشان كده الفايبرز ديت او ديد او اللي جامس ديت اللي هم الامسلة عليهم الانت حاجة. ماشي? وجاب لك والبصير ومسلا اي حاجة تاني. اي لجم انت تاني في الوجود يعني. غير هتقوم انت تختار ماشي? وطب لو جاب لك بقى ما اشار لك وحطي لك فانت فتكر ال ال مع ال ال ماشي? ال ال مع ال اللي هو اللي جامت واخوه برضو اللي شبههم. اخوه الميدة الكولاترال هيبقى شبههم برضو. ماشي? اه يبقى ال ناحية التانية بقى مين ال الهيليكا بقى اللي هما الاتنين اللي فضين. اللي هما والبصير ماشي هي دي الحتة اللي ممكن ايه تتسئل يعني في الجزئية دي. خلاص? اه طيب هندخل بقى على الكلام المهم وهو اول معلومة تعرفة عن انترا كابسولار يعني ايه? يعني هو متحاوض بالكابسول. ماشي? بس هو بس اكسترا سينوبيل يعني ايه? يعني مش محاوضه. طب واحدة واحدة كده نجيب صورة عشان نبين الكلام دي. انا معلش ما لقيتش صورة احسن من دي. ماشي? عشان توضح الحتة بتاعة ولا اكسترا سينوبيل. تمام? فواحدة واحدة كده مع بعض. ماشي? ملناش دعوة بالصورة اللي على الشمال دي خلص. ده الفيمر. طب واحنا عاملين كده ايه? احنا قطعين قصدي الرجل كلها من النص. طب وايه دليلك على ان احنا قطعين ان احنا شايفين الهو. الفراغات اللي عمل زي المتاهة دو. تمام? وكل حاجة هنا حتى هتلاقيها مقطوع اهو. هتلاقيه مسلا اللي جميل انت ده مقطوع. طب هو اللي جميل انت ده ايه اصلا? ده الكورشيت لجميل. ده الكورشيت لجميل انت. تمام? طيب ويه دليلك اكتر على الموضوع دوت? ماشي دليل دليل اكتر. لا سوري ده الكورشيت معلش. ده الكورشيت. طب عرفنا منين هو الانتيل الكورشيت مش ال بوستيريور. عشان البتلة قدام هي. تمام? فيبقى البتلة قدام فيبقى ده الانتير الكورشيت ويبقى الورى ده البوستيري كورشيت. وحتى لو خدت بالك هتلاقي هما اللي اتنين كده ايه عاملين صليب مع بعض. طيب. يبقى هو كده ده الني جوينت. ده الني جوينت اهو. طب الني جوينت دوت يبقى هو ده كله الحتة الموحوطة بيه ده كلها الكابسول. ماشي? في حتة بقى زرقه دي اللي هي السائل دوت دوت السينوفيال فليود. يبقى انت هتلاقي ان الانتير كورشيت هو انترا كابسولر بس اكسترا سينوفيال يعني السينوفيال فليود هو مش مخوطه. تمام? يبقى هو ده الحتة بتاعت الانترا كابسولر والاكسترا سينوفيال. اتمنى تكون وضحت. اه وضحت وضحت ما وضحتش معلش حفاظه بقى زي ما هي انا والله مش لاقي اي صور يعني احسن من كده. فنيجي نكمل الكلام بتاعنا عن الاناتومي بنقول انه انترا كابسولر اكسترا سينوفيال. ماشي? بيقول لك ان هو ليه يعني هو ليه عشان جده حتى لما يتقطع هنلاقي في حاجة بتحصل اسمها يعني دم موجود جوه المفصل من كتر الايه البلادسا بلاي كتير بتاع الانتير كورشيت لجميل. تمام? والانسلشن بتاعه بيقول لك انه هو بيطلع في رمزة فيمر يعني هو بتاعه في الفيمر وبيروح على التبية. طب بيمشي ازاي? بيمشي ماشي معلش حفظه زمية كده ماشي? طيب هنحفظ رقمين معلش كده غلسة شوية تمانية وتلاتين طوله تمانية وتلاتين مليميتر لونج وعرضه عشرة ملي طب هتخليها اربعين في عشرة يا عمو خلاص سهلة يعني لو قلنا اربعين في عشرة مش هتبقى رخمة يعني او مش هتبقى غلط تمام? ولو جات لك في الامتحان ولا حاجة باختار اقرب حاجة اللي اربعين هتبقى ايه تمانية وتلاتين? الا بقى لو الدكتور رخم قال لك بقى او جبلكو تسعة وتلاتين. فيعني كده يبقى هو قصد يغلطكو. فلاق هي ان شاء الله يعني حتى بيبقى فيه يعني في الناس ممكن يبقى تمانية وتلاتين ممكن يبقى اربعين. فالعايزي رايح دماغه يحفظها اربعين يحفظها هي باللي موجودة عندكم في الداة تمانية وتلاتين. تمام ده طوله تمانية وتلاتين ملي عرضه عشرة عامل لي. ماشي? بيقول لك بقى لأ طب بتاعة انترا كابسول ديت ان يعني ايه يعني كده وهو بيبطن بييجي عند كده ويقوم ايه اعمل له يعني ايه يعني مغلفه كده. مغلفه ليه عشان ما ما يخليهوش جواه بيحوطوا من بره كده. تمام? تمام? هعمل لكم برضو دياجرام دلوقتي كده سريعا يفهمكم الدنيا يعني ان شاء الله. يلا نرسم. لو قلنا احنا بنبص على من فيبقى دي الفيمر ماشي. ودية التبية. وخلي بالك انا رسمها واسعة وبعدين بتنزل على ايه? على دي. واحد ليه مدخلش في نون جميل. تمام? ولقلنا ان الانتيريور كورشيت هو ده هوت. انا قلنا ان هو بيجيب من الفيمر وبينزل انتيريور لي ميديالي اندي ديستالي. تمام? فالطبع ما احنا قلنا هنا دي ميديالي فيبقى هنا في دي الفيبيولة. ماشي? هنعملها كده خطأ كده يعني ايه? كده يعني. فهتلاقي بقى ان الكابسول بتاع اني جوينت اهو. تمام? ده الكابسول. واكيد السينوفيال طبعا الكابسول مش هيوصل للفيبيولة. ماشي الكابسول هيوصل لغتي انا سوري. فانا الحماس خدني شوية. تمام? الكابسول مش هيوصل للفيبيولة. ماشي. نرجع لكلامنا. عايزين نخلي بقى السينوفيال فيليود بقى بلون تاني كده. انا ارواع عليكم. اه السينوفيال فيليود هو بيقوم محاوط السينوفيال ممبرين برضو تلعي سوت. ما شاء الله علي بالالوان يعني ايه? ربنا يا حميم. اه دي اهو. السينوفيال ممبرين اهو. بيقوم مبطن الجوينت ويقوم طالع مبطن الجوينت. مبطن الجوينت. مبطن الجوينت. بييجي عند الحتة دي بقى كده بيقوم ايه? بيقوم لافف من ورا الانتير كورشيت ويقوم لافف من قدامه. تمام? فلما يلف من وراه يلف من قدامه كده. بيقوم ايه محاوط ويعمل له انفلوب. ماشي? طبعا انا مش عارف ارسمها لك لانه مش بقى رسم سري دي. ماشي? فانت تخيل معي ان هو بيقوم ايه محاوط وكده يعمل له انفلوب وبعدين يرجع يبطن كده تاني. كل ده مبطن مبطن مبطن. ويعمل نفس اللقطة. طالع من قدامه كده انفلوب. ومن وراه الناحية التانية انفلوب. ماشي? ويرجع يوصل تاني كده. يبقى احنا كده عملنا الانتير كرشيت دوت عملنا له انفلوب. الانفلوب ده بقى على ايه? على طوله كله بقى. يعني هو بيبقى انفلوب ده كده كله. ماشي? فهو بيبقى العاق الوحيد اللي هو برا السينوفيال فليوت. عشان كده بيبقى اكسترا سينوفيال بس انترا ارتكولور. طبعا الرسمة دي همسحة مش هسبها لكم اكيد في في السلايد عشان دي رسمة في ضحننا يعني. اه اتمنى تكونوا في امتوا اللقطة بتاعة الانترا كابسولر والاكسترا سينوفيال دي. فنرجع لكلامنا تاني. بيقولك بقى اي يعني امعانا في التفاصيل يعني عشان احنا هنطلع نعمل عمليات كمان خمس دقايق بعد ما نسمع المحاضرة دي. بيقولك انتير كورشيت لجمت زا بوسترولاترال باند هز بين ابزيفت تو بي لارجر افزتو. ماشي? يعني البوستروميديال البوستروميديال از اي لارجر افزتو. ولا تزعل نفسك يا سيد. اي. اي. ادي البوسترولاترال. البوسترولاترال. حتى انا ولتها بوستروميديال بالخلط معلش. البوسترولاترال باند هي اي الكبيرة. تمام? اه وكمان امعانا في التفاصيل بيقولك زا انتير كورشيت لجمت يعني ايه? يعني الانتير كورشيت لما بيجي يمسك بيمسك ايه? مش على نقطة كده لأ. بيقوم ماسك على ايه? على حتة كده محترمة. تمام? حتة ديت بقى مقساتها ايه? معلش انا المفروض امسحها. اه حتة ديت بتبقى عبارة عن ايه? ماشي? بتبقى عبارة عن اتنين سنتيمتر مربع على الفيمر. وتلاتة سنتيمتر مربع على التبية. تمام? يعني فهمته ولا لأ يعني مساحة مسكة الانتير كورشيت لجمت على الفيمر بتبقى تنين سنتيمتر. اللي قلنا انه مسلا دي دايرة كترها تنين سنتيمتر مربع. انما على التبية بتبقى ايه? دايرة كترها تلاتة سنتيمتر مربع. اكبر شوية ايه. تمام? فهمته الدنيا ايه? يعني مش بيبقى على نقطة بس كده ولا حاجة. ماشي يا سيتي متشكرين على المعلومة. نكمل كلامنا بقى. يبقى احنا بس ايه? ركز على الحاجات اللي هي متعلم عليها. اللي هو اكسترا سينوبيا. بيمشي آآ طوله تمانية وتلاتين مليمتر وعرضه عشرة مليمتر. بيبقى عشان كده بيبقى ارتكولاري واكسترا سينوبيا لي. البوسترومي البوسترولاترال باند داية الاكبر في الاتنين. ماشي وطبعا الاتاتشمت مش بيبقى نقطة واحدة بيبقى ايه? مبارا عن سيرفيس اريا. ماشي? وارفنا المقسات بتاعت. طيب. ندخل على العنوان اللي بعد كده. بتاعت 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 ماشي هم خمسة مهمين جدا. تمام? آآ بس قبل ما نتكلم عن خلينا الاول كده ايه? اجيب لكم برضو ايه كلمة كده عن المفصل. اول حاجة المفصل دوت عندي هو دوت وضوط طبيعي. ماشي طيب هو كنت اقول مش عارف ليه. هو ايه الحركة بتاعته. يعني هو دلوقتي هو ايه الحركة اللي ممكن تحصل فيه? هي الحركة ان يحصل تمام? ان ات بيها ترجع الورا ويحصل هي داية الحركة المسموح بيها. عشان كده حتى هو بيقولك ايه? آآ تمام? كان من ضمن الانواع اللي انت خدتوه في الانامتوميو الكلام ده. عكس مسلا الايه? لأ دوت ممكن يتحرك في في تلاتة اجزيس. انما دوت بيتحرك في واحد. ماشي? او هو ساعة كمان ممكن يتحرك في اجزيس تاني بس شوية. اللي هو بتاع الانترنال روتيشن والاكسترنال روتيشن. انما مسلا زي الشولدر ولا حاجة? لأ هو بيتحرك في تلاتة اجزيس. ماشي? ما علينا ما علينا. المهم يعني ان الحركة المطلوبة من الجوينت ده ان يحصل ان يحصل ان التبية ترجع الورا ونعمل تمام? وممكن برضو يحصل شوية بس انا لازم احافظ على الجوينت دوت انه ما يحصلوش ولا ولا بزيادة. تمام? طيب يبقى كده نفهم من كده ان الجوينت دوت لو قلنا مسلا احنا بصينا عليه من الجنب اوه يبقى مسموح لان التبية يحصل لها انها ترجع الورا كده ونعمل تمام? طيب مسموح لها ان هي تطلع لقدام كده? تعمل لأ. طيب مسموح لها ان هي التبية ذات نفسها كده مش الجزء اللي تحت لا التبية كلها تطلع لقدام كلها. يعني يحصل انتيريور ترانسليشن انتيريور ترانسليشن يعني ايه? يعني ان العظمة كلها العظمة كلها يعني ايه? تفصل كده عن الفيمر وتطلع قدام. تمام? انما الاكستينشن ايه? ان الحتة اللي تحت بس هي اللي تتحرك. الحتة اللي تحت هي اللي تتحرك كده. ماشي? وتفضل العظمة كلها ايه? العظمتين مسكين في بعض. تمام? ده الفرق ما بين الانتيريور والاكستينشن. ماشي? عكس برضو ايه الفرقة ما بين الفليكشن والبستيريو ترانسيليشن. البستيريو ترانسيليشن ان الاند دي تفصل عن الاند دي والعظمة كلها تتحرك الورا. انما الفليكشن ان الحتة اللي تحت بس هي اللي تطلع وتعمل يعني ترجع الورا كده وتطلع وتعمل لي فليكشن. اه تمام? نبقى نفهم من كده ايه? ان التبية مسموح لها انها تتحرك في الاتجاه ده بس. تعمل فليكشن. ماشي. وانها تعمل شوية مش مسموح لها ان هي تعمل ومش مسموح لها انها تعمل ومش مسموح لها برضو انها يا اما تروح ناحية او ناحية تمام? طيب مين المسؤول عن الكلام ده بقى? هو الانتيريور كورشيت ليجامد. الانتيريور كورشيت ليجامد بيقول لك. تمام? يعني ايه? يعني ان الانتيريور ان التبية يحصل لها انتيريور ترانسليشن على الفيمر. ماشي? خلينا برضو البتاع دوت من يعني. اه دوت لو قلنا ان خلي بالك هنا ايه ديات يعني انتيريور وبي اللي هو البستيريور. تمام? بسيبك من اولا احنا احنا بنتكلم دلوقتي على الانتيريور ترانسليشن. لو جيت انت تتحرك التبية دي كلها كده لقدام. ماشي? نقلتها كده من هنا لقدام. هتلاقي ان الانتيريور كورشيت ليجامد. هو مزق في الفيمر بيشد على التبية يخليها ترجع لورا. تمام? يبقى نفهم من كده ان في التير بتاع الانتيريور كورشيت يعني لما يتقطع. ايه لا هيحصل? نلاقي ان فيه انتيريور ترانسليشن. تمام? قدينا بنقول اهو واحدة من بتاعة ايه الليجن او بتاعة الانتيريور كورشيت لجميع. طب حاجة تانية كمان منطقي. ما هو برضو يعتبر اه هي فين الصورة. ما هو لو احنا جينا لا احنا عايزين الصورة اللي متجامد. لو جينا نعمل لو جينا نعمل كده نرفع الرجل دي لقدام هتلاقي برضو ان ايه بنفس الميكانيزم كده الانتيريور كورشيت شادد على الرجل. شادد على التبية. فمش هيخليها تطلع وتعمل تمام? تالت حاجة بقى بيقول لك انزير باي افورد روتاتوري ني كنترول. طب واحدة واحدة بقى. ماشي? اه ركزوا معايا كده. يعني ايه اصلا التشيك? ويعني ايه انتيريور اكزيور روتشن? انتيريور اكزيور روتشن. احنا عارفنا. يعني ان التبية تلف في نهية جوة. طب وانا ليه شاورت كده? عشان نهية جوة ديت اللي هي الميديل. والتبية هي ميديل. والفيبيولا لاترال. تمام? فاحنا عايزين ان الرجل تلف في جوة. ناحية ميديل. تمام? طيب. خلينا بقى على الايه? على الصورة ديت اللي فيها لو انت جيت تلف في الرجل دي كده ايه? جوة تعمل انتيريور روتشن انتيريور روتشن انتيريور روتشن هتلاقي مين بقى اللي بيشد عليك من من الفيمر هتلاقي ان الانتيريور كورشيت ليجامنت بيشد عليك. بيخليك ما تعملش بزيادة. ماشي? فطيب هي دي المقصود بها كلمة يعني كمين كمين بيوقفك ان هو بدل ما تعمل بزيادة? لا هو بليمت معين. تمام? هي ديت الفكرة بتاعت يعني بيعمل ايه? ان هو بيمنع او بيعمل كنترول على بتاعي تمام? عشان كده حتى هتلاقي انه برضو في الانتيريور كورشيت لجا من تتير هتلاقي انه ممكن يحصل الركبة بتلف ولو انت اي حد طبعا من اللي بيلعبه كورة الشباب اللي بيلعبه كورة اا يسمع عن اي حد من زميل والروباط الصريبي بتاعه اتقطع هتلاقي بيقولك انا رجلي بتلف. تمام? وهي ديت الفكرة بتاع تاجلي بتخني. ماشي? تمام? دي تالت حاجة. رابع حاجة عندنا بيقولك. طب معلش نعرف الاول ايه هو وبعدين نعرف الكلام ده. اا ده النورمال النورمال شبوب زني. تمام? الفارس ان ركبتين يبعدوا عن بعض. الفارس ان ركبتين يقربوا من بعض. حتى كده لو قلنا مسلا ايه كان فيها تخفيزة ليها. ما عرفش انت عرفينها ولا لقا? اا ان كلمة فالجم. فال جم. ماشي? فالجم دي تفتكرها من كلمة جم. جم ديت يعني البانة. هو بيقولك ان جم اا يعني البانة بتلزق الربتين في بعض. فيبقى الفالجس ان الربتين بيلزقوا في بعض. انما الفيروس هي عكسها ان الربتين يبعد عن بعض. نخليه لكم تحتها بالزبطة عشان ايه? تفتكروها. فالجم ديت تفتكروها ان دي البانة بتلزق الربتين في بعض. ماشي? طيب خلي بالك بقى ان ايه? طالما الانتير كروشيت لجا من التماسك هنا. فهو بيمنع برضو ان الرجل ديت. يعني اما تتحرك كده. لما تتحرك كده الربة هتقرب ولا هتبعد. الربة هتبعد. هتعمل ايه? طب ولما تتحرك كده. ماشي الربتين هيقربوا من بعض فتعمل ايه? تمام? فهو بيقولك بريفينت الفالجس اند فيروس. اه سيبك من دي. ماشي? اخر حاجة بقى بيقولك تنشن انزا انت يقرشيت. يعني ايه الكلام ده? اول حاجة بس هي كلمة سير في كلمة دي. يعني ايه? يعني بيعمل ضبط دقيق. ضبط دقيق للاستابيلايزيشن يعني بيعمل لك ايه? اه تثبيت بشكل دقيق للترمينال يعني من الاخر كده برضو. بس بيقولك ايه يعني بيخلي يحصل عند درجة معينة هي دي الدرجة التمام. ماشي? يعني لو قلنا ان هنا دي ماشي? لما جينا نعمل بقى عايزين نعمل فنقوم ايه? مطلعين اللي ايه? اه بسم الله الرحمن الرحيم التبية دي القدام. ماشي فلما نيجي نطلعها القدام بيمنع وبيعمل لك فين تونز الستابيلايزيشن. ايه? ايه? بيعي بيضبطه ضبط دقيق. تمام? يبقى هي دي بتاعت الانتير كرشيت ليجامنت معلش شوى الموضوع فيه شوية كده بسيطة يعني بس الموضوع سهل ان شاء الله بعد ما فيه منعه. اه اول حاجة بريفينت. خلي بالك بقى من الكلمات اللي هي الايه? اللي متلونة بصفر دي. هي دات اللي انا احفظها او هنركز عليه. بريفينت الانتيرو تبية الترانسليشن. بريفينت الهايبر اكستنشن. بيقول لك تشيك. خليينو برضو تشيك ديت. نعلمها لكم عشان ايه ما ما توقضوش تركزوا كتير يعني. بيعمل تمام? ندخل بقى للعنوان اللي بعد كده. اللي هو الايه? الكلينيكال اسيسمينت اف انتير كرشيت لجامنت. تمام? احنا المفروض ان احنا اا ان احنا دلوقتي هنعرف العيان هيبقى شكل وعمل ازاي? او عارفين شوية حاجات. ماشي? من الكلام اللي احنا قلناها لفنكشنز بتاعتي. ان لما يحصل انتير كرشيت لجامنت او انجري يعني. انتير كرشيت لجامنت انجري هتلاقي ان الفنكشنزات كلها تعاكست. تمام? فلما نيجي بقى نعمل طبعا احنا عارفين ان في سكيمة معينة بنمشي عليها او حاجة معينة بنمشي عليها يعني. وبنسأل طبعا للميكانيزم وفنجري وبنعمل فيزيكال ايجزامينيشن. احنا بنعمل ايجزامينيشن بادينا احنا عشان نتأكد اا العيان دوت يعني عنده انتير كرشيت لجامنت انجري ولا? تمام? اا الهيستوري هنسأل طبعا ايه اللي حصل لك? هيقول لك ان انا حصل لي اما دايريكت اما ان دايريكت تروما. ماشي? دايريكت يعني ايه? يعني مسلا اا حاجة وقت على رجله دايريكت. كده حاجة خبطته فرقبته دايريكت. انما الان دايريكت تروما مسلا ان هو ايه? يعني اا مسلا رجله لفت ولا حاجة? فلما رجله لفت اثرت على الرب. ماشي رجله من تحت لفت فلما رجله من تحت لفت اثرت على الرب. هي الفكرة في كده. ماشي? طيب ايه اللي بيحصل بقى بيحصل? اميديات الفيوشن. يعني الفيوشن في الحال. الركبة بتورم في الحال. وبيبقى معها كلمة مهمة جدا 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 جدا. ماشي اسمها هيمو ارسروزيس. هيمو ارسروزيس دات يعني ايه? يعني المفصل دوت مع الاديمة في دم كمان. طب وهو في دم ليه? عشان احنا قلنا ان اللي انتير كورشيت ليجامانت بلاتسابلاي او البلاتسابلاي ريتش يعني. تمام? اه بين طبعا بين اندين اللي هو ما بين قصين الماتش يعني عشان هو بيقول ان المضادات بيحصل اكتر اكتر حاجة طبعا بنسمع انها قطع في الروباط الصليبي ست شهور اصابة. ماشي وبيرجع يعني اللعيب بيرجع بعدها بست شهور. تمام? فده اكتر حاجة بنسمعها في لعية الكورة يعني. حتى لو انت كنت بص كده على الميكانيزم في انجري. دوت طبعا يعني صورة مؤلمة شوية. بس بيبينك اللي حصل. هو الاول لما وقع رجله من فوق لفت ورجله من تحت لفت اكسترنالي كده ورجله من تحت لفت انترنالي. يعني حصل له بس بزيادة قوي. تمام? مع كمان ان هو حصل له ايه والعيب ده كمان وقع على رجله. فاهمة? اه فاهمين ولا ايه? اه لما وقع على رجله خلى ان هو الرجل يحصل بالحركة دي. فتمام? فلما حصلت المضادات حصل اطعر في الروباط الصليبي عنده. وهو مبين لك هنا طبعا هو ماسك رجله وجعه جدا. تمام? سيفير بين. ولو خدت بالك هنا اياه ممكن مورمة شوية. بس اهم حاجة تاخد بالها منها الزرقان دوت. الزرقان دوت يبين لك فعلا ان فيه دم هنا فيه تجمع دمه تحت وهو دوت اللي هي مورس روز. ماشي? تمام? فبيقول لك بقى الميكانيزمو في انجري هي اما فالجس اكسترنال روتيشن اما فارس انترنال روتيشن او هايبر اكستنشن او جيفنج وي. ماشي? جيفنج وي ديت يعني ايه? يعني رجله خانته. رجله خانته فتلوت تحت يعني تلوت تحت رجله وقامت ايه? اطعاله الروباط الصليبي بتاعه يعني. تمام? الفيزيكال اكزاميناشن او زاني بقى ده هيبقى كلامنا لفترة ما كده شوية يعني هنتكلم عن مجموعة حاجات بنعمل لها اكزاميناشن للني. الانسبيكشن والبالبيشن والرينج اوف موشن والسبيشيل تاست والنيورو فاسكولار اسسمنت. ماشي? ايه وعملها لكم برضو في سلايد تاني. ماشي? اه اول حاجة طبعا عندنا الانسبيكشن دات لو انا ببص بعيني ببص بعيني واشوف الدنيا فيها ايه? ماشي? اول حاجة طبعا هشوفها هشوف ان الرجبة مورمه. تمام? وابص على النيه انجل بقى النيه الانجل هشوفها جينيو فيرم ولا جينيو فالجم? جينيو فيرم يعني ايه? يعني بعيدة عن بعضها. ماشي? زي كده. او انها لقيها جينيو فالجم ان هما الاتنين ايه ربتين مقربين من بعض. طب والسبب دو ايه اللي مخليهم مقربين او بعديهم عن بعض? ما هو اللي كان حارس الدنيا مات. فاما اللي كان حبسك مات يا يا صلاح. فعشان كده يا اما الرجلة هتروح ناحية فيرم اما الرجلة هتروح ناحية فالجم. او ممكن تلاقي يعني ايه? يعني الركبة لما بتيجي تعمل بدل ما هي بتعمل عادي? لا ممكن تعمل مع الاتنين مع بعض. لان كان مين اللي بتحكم فيه? فلما تتقطع. يعني ممكن يحصل مع عادي. تمام? وطبعا بقى كلمة المهمة جدا 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 واللي اعتقد انها هتجي لكم سؤال ماشي ويجيب لك مسلا ايه? كوادرسيبس هامسترنج ماصل فاستس ميديالس. فاستس ميديالس. فاستس ميديالس. ازا فاستس ميديالس. حتى بيقول لك ان انت لو العيان مسلا اتأخر يومين تلاتة ولا حاجة على ما يكشف عندك ممكن تلاقي ان الفاستس ميديالس دي تلاقي فيها حصل تمام? طب ايه السبب تل موضوع ده? لا هو مش مش سبب ولا حاجة لقوها كده. هو طبيعي اصلا ان العيان لما يحصل له اصابة في الركبة ما بيحركش رجله. فكل العضلات بيحصل فيها ماصل ويستنج. ليه? عشان العضلات ما بقيتش شغالة والعضو اللازي لا لا يستخدم يضمر. بس الفكرة بقى بيقول لك ان الفاستس ميديالس هي اول واحدة بيحصل لها ويستنج. تمام? في الانتير كورشيت لجا منت انجلي. ماشي? وحتى ممكن يحصل لها كمان في خلال ايه? ايام. عكس مسلا بقى العضلات على ما يحصل والحاجة بتحتاج فترة معينة يعني. ماشي فترة اطول من كده. تمام? يبقى ادوة الايه? الكلام بتاع الانسبيكشن. ندخل على الكلام اللي بعد كده وهو البالبيشن. اه البالبيشن عندنا هم اه اتنين ماشي? والتنين هم بيفحصوا يعني بيعرفني ازا كان في في الجوينت ولا لأ. والتنين هم اللي اتنين نفس الحاجة بس يعني ايه يعني هتلاقي عالم هو اللي عمل الموضوضة او عالم هو اللي عمل الموضوضة او عدل عليه بحاجة بسيطة خالص فسموه واحد اسمه ميلكينج تيست واحد اسمه بلوت مينت تيست. تمام? فهتلاقي الاتنين حتى نفس البداية يعني بيقول لك خلينا نقول اول الطريقة وبعدين هنشوف النتيجة. ماشي بيقول لك بليس وان هاند انزا سوبرا باتيلر بوتش. ايه هو السوبرا باتيلر بوتش? هو ال بوتش يعني جيب. ماشي? ويبقى فوق الباتيلر بوتش يعني جيب فوق الباتيلر بوتش يعني لو قلنا الراجل صبعه دوت فوق الباتيلر على طول. فيبس ب不 stitchedوني انا في الصوبرا باتيلر بوتش ماشي؟ هو الحتة اللي فوق الباتيلة على طول. تمام? last one hand ايه? يعني ايه? يعني تقوم محسس? على الحتة اللي جنب البتلة. يعني لو قلنا البتلة هي. ماشي? ايه قصدي الحتة اللي جنب البتلة طب ماشي خلينا نجيب صورة تانية. ايه دي ركبة ايه بتاعة بني ادب? ماشي? اه الركبة ديت لو خدتوا بالكم الحتة المدورة دي هي البتلة ويا دي ركبة طبيعية على فكرة مش مش فيها سولنج ولا حال. ماشي? و ايه دي اللي تحت دوت اللي هو الحتة اللي تحس انها باز شوية دي دوت اللي هو البتلة ارتندون. ماشي? والحتة اللي نزلة دي ده سوبرا وبتلة باوتش. بقى انت اول حاجة هتقوم خاطط ايدك هنا. ماشي? خاطط ايدك وتقوم عامل يعني ان انت تقوم ايه تايز كده جنتلي ما تدوسش جامد برضو ما تفعصش في رجل الرجل جامد عشان هو رجل واجعاه. ماشي? هتقوم ايه منزل لتحت خلص منزل لتحت خلص عشان اي يتملي يتعبى في المنطقة دي. ماشي? وبعدين بتقوم محسس بقى على الجناب هنا جنب العشان تشوف الحتة دي اتفيها مية ولا لأ? تمام? هي دات الفكرة بتاعت الايه? طيب اللي هو بيقول لك يعني ايه? يعني انت لو انت شاكك هو دوت فيه ولا لأ ولا الكلام ده كله. طيب يعني انت شوف الرجل التانية لما فاش اصابة واعمل نفس التست وشوف الدنيا فيها ايه. ماشي? اه التست ده مسامينه ميلكنج تست. ليه مسامينه ميلكنج تست? عشان انت كل الحاجات اللي انت عملتها دي اك انك عملت ميلكنج. اك انك حلبت المنطقة ديت من الفلوود اللي فيها ونزلته تحت. عشان كده مسامينه ايه? ميلكنج تست. تمام? بيقول لك حتى يعني انت بتقوم بتحلب اللي هو الفيوجن فليود يعني ديستالي من السوبرا بتيلر بوتش ديستالي لغاية تحت. تمام? هي ديت الفكرة بتاعت الايه? الميلكنج تست. البلوتمنت تست بقى البلوتمنت ديت اه يعني ايه? بالوتابول بالوتابول يعني بتعوم. ماشي? فبلوتمنت اللي هو العوم. يعني ايه? لما هتاخده في البطن حاجة كده تست اسمه بالوتمنت تست برضو للكدني ولا لأ? اه هيقول لك ان الكدني لو بتلعب كده بتروح وتيجي في ايدك تحت ايدك يبقى هي بالوتابول كدني. تمام? لو الكدني مش مش بتلعب تحت ايدك يبقى هي نقط بالوتابول. نفس الكلام برضو بالنسبة للايه? للباتلة. تمام? فبيقول لك بالوتابول باتلة. تمام? يعني انت بتعمل ايه? يعني بعدين بقى الجديد بقى ان انت ايه? تمام? يعني انت بتقوم بالصنب بتاعك كده. ماشي? بالصنب بتاعك او مش لازم الصنب يعني هو هنا حاجة اسمه باتلة ارتاب تست هو هو البالوت من التست. ان انت بتقوم دايس على الباتلة. تمام? اه راح فين التست سوري. اه جنتلي بوش داون ان تورد زباتلة. اه جنتلي بوش داون ان زباتلة وزيور صنب يعني انت بتدوس على الباتلة لجوه. تمام? اه بيقول لك افزير اصايزابول افيوجن زباتلة والفيل as floating and bounce back. bounce يعني يعني ترتد يعني انت لما تيجي تدوس عليها لتحت تقوم طلع لك تاني. نفس فكرة العوامة برضو ان هي floating يعني ان هي ايه طافي على على مية كده. فنفس فكرة العوامة برضو لو انت جيت تدوس عليها تقوم نازلة وطلع لك تاني. ماشي? وينبوش داون. تمام? يبقى هي ديت الفكرة بتاعت الايه? البالبيشن اللي هو الملكينج تست والبلوت منت تست. ماشي? الملكينج تست ونفس بقى الفكرة اللي هنحفزنها. انما البالوت منت تست ايه? بعد ما بنعمل ملكينج للفليود بنقوم دايسين على البتلة. نشوفها ولا لأ? يعني ايه? يعني عيمة وبتباونس باك ولا لأ? تمام? هي ديت الفكرة بتاعت البالبيشن حاجة يعني سهلة جدا يعني متلاقوش. ندخل النوان اللي بعد كده وهو تمام? آآ يعني ايه الكلام ده? يعني ده التستات مش بنعملها عادة بس هي مخصوصة للانتير كروشيت لجام انجري. تمام? ايه هما التستات دول? هما تلات تستات? هما يعتبروا كلهم شبه بعض اصلا. بس يعني زي ما انتم عارفين كده اي عالم بيعمل اي تعديل بسيط على تست. يقوم ايه مساميه باسمه او مساميه باسمه دريب يعني. فما علينا يعني احنا مضطرين نتعامل مع الموضوع ده فيارل نتعامل. اول حاجة او اول تست اسمه آآ التست التاني اسمه والتست التالت اسمه ماشي? واحدة واحدة كده هنقول كل واحد الفكرة بتاعته وبنعمله ازاي? آآ اول واحد الوال تست تلاتين درجة. تمام? يعني ايه? يعني زي اللي موجود في الصورة عندك كده طبعا احنا مش جايبين بقى العيان احنا جايين ايه? الحتة اللي احنا عايزينها منه. فهو والليج بتبقى تلاتين درجة. تلاتين درجة. تمام? ولا هي مية وتمانين درجة ولا تبقى تلاتين درجة. تمام? تاني حاجة يعني ايه? يعني انت بتقوم ماسك التبية كده. تمام? وطبعا بتقوم ماسك الفيمر ومثبتها. لان انت لما تيجي تشد كده الورا. الفيمر كده ممكن تتشد معك. لأ. احنا عايزين نشد التبية نشوفها بتتشد معنا ولا لأ. تمام? فخلي بالك الحركة ديت هي انهي حركة بالزبط من بتاعت الانتيريور كورشيت ليه جميل. صح زي ما انت قلت هي الحركة بتاعت الانتيريور ترانسليشن اوبزا تبية. تمام? ان الراس العظمة دي بتفصل على الراس العظمة التانية وبتتنقل قدام. فانا بحاول كده اشوف بيحصل العظمة ولا لأ? لو لقيت ان حصل معي انتيريور ترانسليشن بشكل كبير يبقى كده في قطع فعلا في ايه في الروباط دوت. انما لو ما حصلش يبقى الروباط سليم. ماشي? طيب نفس التست او نفس الفكرة بس مع ايه شوية تعديلات بسيطة خالص. اه اللي هو الانتيريور دروور تست. الانتيريور دروور تست برضو. تمام? والزنيبة تسعين دركة. ماشي? حتى انا جايبهم لكو جنب بعض عشان تعرفوا الفرق ما بينهم. يعني اني هنا تسعين دركة. يعني ايه? يعتبر ماشي? اه يعني انت بتقوم قاعد على رجل العيان. تمام? تخيل العيان تعبان وانت جاي كمان ايه? تقعد على رجله. تزود له ايه? اه المشاكل بتاعته يعني. تمام? بهزر طبعا. يعني انت اكيد مش هتقعد يعني ايه? هتوجعه يعني. ماشي? وبعدين بتقول. طيب. يعني انت بتقوم ماسك الرجل بتاعت العيان من عند التبية كده وبتقوم شددها لقدام. برضو انت بتختبر ايه? بتختبر تمام? طيب خلي بالك بقى هو انت ليه قعدت على رجل العيان? بيقول لك عشان ايه? تسبت رجله وعشان تضمن ان الحتة اللي تحت دي مش هلا تتحرك. لا احنا عايزين نختبر الحتة اللي فوق دي هتتحرك ولا لا. اصلا ما لو الحتة اللي تحت دي تحركت يبقى انت كده عامل عادي يعني. ما الحركة اللي احنا بنعملها. انما لو انت سبتها كده ان انت ععدت عليها يبقى انت كده ضمنت ان اي حاجة هتتشد معك. ده فعلا اه تمام? هي ده الايه? التستين اللي عندنا اللي همه اللي اتنين شبه بحض. هو الفرق ما بينهم بس. ودهوت اللي ممكن يجي لك سؤال اللي هو التلاتين درجة. انما في تسعين درجة. والحتة الزيادة بس ان ايه ان انت بتقضي على اه العيان في تمام? طيب. نعرف بينين بقى ازا كان العيان دوت يعني تست بوزيتف ولا نيجاتيف. بيقول لك خلي بالك من كلمة يعني ايه? اصل انت خلي بالك فيه عيانين ممكن يكون لعندهم اللي انت بتاعهم. طبيعته انه هو يعني انت لو جيت تعمله في حالته الطبيعية من غير مسلا ما يكون مخبوط ولا من غير ما يكون تعبال. هتلاقي اصل ان هو ايه بيروح ويجي معك كده ويعمل طب معادي مفيش مشكلة يعني. انما في عيانين بيبقى عندهم مش لاكس او اللي جا من مش لاكس. فلما تيجي تعمل تشد. اه لما تيجي تشد وتلاقي ان هو بيتشد معك فعلا يبقى كده فيه اصابة. طب انت ايه مرجعيتك في الموضوع ده كله? مرجعيتك هي العيان ذات نفسه. اللي هو الممثل في الرجل التانية او الرجل السليمة. تمام? طب لو جالك بريكليل اتنين اه بايزين بقى خلاص بقى يبقى انت انت وخبرتك بقى. تمام? فيبقى بيقول لك ماشي? وتاني حاجة كمان بيقولك يعني ايه? يعني انت لما تيجي تشد انت مش عارف هي الرجلة هتقف امتى? ولا هتكمل معاك? ولا لو شدت شوية هتلاقيها طلعت في ايدك. فبيقول لك يعني ايه? يعني نقطة وقوف. يعني انت لو جيت مثلا انا عملت التست ده على زميلك كل حاجة هتلاقي ان انت لو شدت شدة كده ممكن يتشد معاك وممكن اصلا ما يتشدش كمان. بس لو حد مسلا عنده لكسة شوية هتلاقي ان هو هيتشد سنة كده. وبعدين ايه? بتلاقي ايه? الرجل بترد تاني او بترجع على تاني. دي حاجة اسمها اند بوينت. انما في العيان اللي هو عنده انتيريور ده هتلاقي ان العيان يعني ايه الرجل ممكن تكمل معاك مسلا ايه? وتخلعها في ايدك. تمام? فعشان كده هي دا الفكرة بتاعة اه فيه انوان بقى كده ايه يعني بيقول لك اه دا يعتبر احسن شوية ماشي من من بتاعة اول حاجة تسعين درجة. تمام? اصلا خلي بالك برضو العيان اللي جاي لك دوت احنا قلنا ان هو عنده لدرجة انهم مقدرش يكمل ماطش. خلي بالك الولاد طبعا هم عارفين اكتر حاجة ان انت وانت بتلعب ماطش بيبقى جسمك سخن. فانت حتى لو تخبطت لو تعورت لو مش عارفينه لو الكلام ده ممكن تقوم تكمل وبعدين بعد ما تروح وتهدى مثلا تاخده تدوش ولا حاجة تلاقي ان انت رجلك مش قادر تدوش عليه. فدوت عادي ده بيحصل لان السمباساتك بيبقى شغال والجسم بيبقى سخن. فبتبقى ايه? البين مش محسوس قوي. فتخيل بقى ان العيان دوت او اللي كان بيعمل المجهود دوت او اللي كان بيعمل الاكتيفتي ده مقدرش يكمل الاكتيفتي. فتخيل لما بقى جسمه يهدى وجسمه يبرد البين هيبقى عامل ازاي? تمام? فطبعا دوت مش هبقى مستحمل بقى ان رجله تتحرك ولا تلاتين ولا تسعين ولا الكلام ده كله. واكتر حاجة هتقلمه طبعا ان انت تتنيله رجله ان انت تتحركه له سواء او اكستنشن. فلما انت تتحركه له على تلاتين درجة احسن بالنسبة له ان انت تتحركه له على ايه? على تسعين درجة. غير كده كمان ان والرجل المورمى دي اصلا الرجل المورمى مش هتسمح لك ان انت ايه? يبقى عندك الدنيا سهلا ان انت اصلا تتني الرجبة تسعين درجة. تمام? طب تاني حاجة بقى كمان بيقول لك او 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 بصوا يا شباب اه احنا عندنا في اه في الرجبة من ضمن التركيب بتاع الرجبة حاجة اسمها المورمى. طبعا انتو مش فاهمين حاجة واحدة واحدة. اللي هي الغضريف الهلالية. تمام? اه الغضريف الهلالية ديت لغاية ما نعرف الاناتوم يبتاعها والكلام ده كله فهي بتبع عبارة عن غضروف كده مش بيغلف الركبة كلها. مش بيغلف قصدي بيبع على التبية بس مش بيغلف التبية كلها. تمام? حتى لو انت جيت تبص عليه من من فوق كده. ماشي? ما اعتزر على جودة الصورة بس يعني هي هتفي بالغرض يعني. هتلاقي ان المنسكسة هو مغطي جزء من الركبة. والحطة ديت هو مش مغطيها. ونفس الكلام برضو. المنسكس دوت مغطي جزء من الركبة والحتة دي مش مغطيها. تمام? طيب. هنيجي بقى ايه? دلوقتي نعمل حركة لازيزة او هنلعب لابة لازيزة. دلوقتي ده الوضع الطبيعي بتاع الركبة. ان الركبة ايه? دوت المنسكس من الجنب. ماشي? انت لما تبص على المنسكس من الجنب هتلاقي ايه? حتة هنا وحتة هنا. ودي الحتة اللي انا قلت لك انها مش مغطيها. تمام? ان المنسكس مش مغطيها. ماشي? طيب لو جيت بقى تعمل للايه? للآه للنية ديت. اعملت خلي بالك ده تسعين درجة. ماشي? الفليكشن ده تسعين درجة. طيب لما تيجي تعمل تسعين درجة وتقوم شادد التبية من تحت. ماشي? خلي بالك بقى ان انت لما عملت تسعين درجة فالحتة دي من العظمة قامت ايه? مبيتة في الجزء اللي فيه فراغ دوت شوية. انا عارف الموضوع يعني يباني ان هو وهم. بس معلش حاول ايه يعني تقتنع بالموضوع. تمام? الحتة دي بيتت هنا شوية. فلما تيجي تشد التبية من تحت كده. تشد التبية من تحت. هتلاقي ان الحتة دي عاملة زي اك انها ايه? فيه بلوك كده. الحتة دي منعة ان التبية تطلع لقدام. فيهيأ لك ان الانتيجور كروشيت لجم انت كويس مع ان هو فيه قطع. ليه? عشان الدور بتاع الايه? المنسكس دوت. تمام? حتى هو بيشبهه لك بايه? بان انت لو فيه عندك دور مسلا باب يعني. فيه عايز مسلا يتفتح او يتقفل او الكلام ده كله. وانت مش مش لقيله اي حاجة او مش لقيله طريقة ان تتفتحه بيها او ان هو ما بيثبتش. فبتقوم ايه? سنده من تحت كده بحطة ورقة. بمش عارف بكرتونة. الكلام ده كله هو نفس الفكرة برضو هنا. هو نفس اللي هو الرجل مش رادية تطلع لقدام عشان حتة المنسكس دي عاملة بلوك هنا كده. تمام? معلش شوية وهمة كده بس يعني ايه? قدينا عشنا اللحظة يعني. فنرجع بقى الكلام المجعلس بتاعنا هنلاقي ان هو بقى بقى واضح شوية. هو فين الكلام اصلا? اه الكلام اه. تمام? لا مش ده برضو. ده دي اللي هو ليش من تستوى? عايزين نشوف الادفانتج بقى. الادفانتج بتاعتها اه اللي هو اتمنميز البلوكينج افكت افزا بوستيريور هورن افزا منسكاي. واضحة طبعا ليه? عشان ايه? عشان هنا الانتيريور ما عملتش اي حاجة اللي عمل هو اللي هو الجزء الجزء الخلفي او البوستيريور من الايه? من المنسكاي. تمام? باي انججينج زيم زيت هاز ماتش لارج uh of curvature. سيبك من الكلام ده كله زات اتسعين درجة اللي هو الدور تمام? خلي بالك برده من كلمة دور دي يعني ممكن يحبوا انه ما يجيبها لكم في الايه? في بس دي انا فهمنا الفكرة بتاعته. تمام? فيبقى ليش من تست عشان هو بنعمل تلاتين درجة مش تسعين درجة? فبلوكينج افكت او الدور ده مش بيحصل اوي تمام? تمام يا شباب يبقى هي ده تلاقي الميزة التانية اخر حاجة بقى او الميزة التالتة الوقت يعني ايه الكلام ده يعني انت خلي بالك ان اي انجري بتحصل في مكان هي مش مش شرط انها تعور الانتير كرشيت لوجها انت بس يعني ايه يعني مسا حركة بالعنف ده حركة بالعنف ده يعني هل هي هتختار انتير كرشيت ليه من انت بس وتعوره لا ده هي هتعور شوية حاجات مع بعض بس احنا عشان مركزين على كانتير كرشيت hinge فانسينا انه همكن يعور حاجات تانية طب من ضمن الحاجات اللي ممكن يعورها ايه؟ ممكن يعور الميديا المنيسكس ممكن يقطع شوية اوتار بتاعت اا بتاعت عضلات او ممكن يقطع شوية ماشي من عضلات او ممكن يعمل ايه اه اه اوورستريتش دوت بيقوم دخلها في حاجة اسبهها زبازم. اللي زبازم دوت اللي هو ايه? العضلة كلبش. العضلة كلبش اللي هما انية اعضلات بالخصوص اللي هي الهامسترنج مسلز ديت. فالهامسترنج مسلز ديت هي بتبقى عضلات مسكة في الفاخد من وراء. ماشي ده بتاعها. وتقوم ايه? اه ده بتاعها يعني طلع من الفاخد من وراء ومسكة في التبية من وراء. ليه? عشان هي اللي تعمل تمام? فانت لما تيجي تشد القدام كده هتلاقي ممكن الهامسترنج مسل ديت. لو فيها لو فيها زبازم هتلاقي ان هي بتشد الرجل الوراء فايه? فبيباني لك كده ايه? اللي يعني الانتير كورشيت لجا من انت كويس. تمام? الموضوع ده بيبقى زيادة قوي. ماشي في الايه? في في تسعين درجة. انما في تلاتين درجة لأ انت يعتبر ايه? مريح الرجل شوية. تمام? فانت لما تريح الرجل عارف انت لما ايه? يقول لك سايس الواحد كده عشان تعرف تاخد منه اللي انت عايزه. فانت برضو بتسايس العضلة كده. ما بتحطهاش في قوي ولا بتحطها في قوي. انت بتحطها بين البنين كده. عشان تعرفت ايه? تخليها في وضع كده وتعرف تعمل التست كويس. تمام? دهية الايه? او هو مش اجينست حاجة هو اه ايه هو بتاعنا? انه هو ايه? تاني حاجة اللي هو البلوكينج افكت اللي هو بتاع البوستيريور هورن. ماشي? هم التلات كلمات دول بس اللي انا احفظهم وفهمنا الفكرة وخلاص. تالت حاجة اللي هو ايه? وخلص الموضوع لكده هي بتاعت الايه? احنا كده خلصنا اه الاتنين تست من فضلنا التست الاخير وهو اللي اسمه البفوت شيفت تست. اه البفوت شيفت تست هو بيقول لك اصلا اه ان هو انتير كورشيت لجا منتير. ماشي? طب بنعمله ازاي البفوت شيفت تست هو بصراحة الدكتور ما كانش تكاتب الطريقة بتاعته في الداة بس كان حاطت الصورة دي والصورة دي فيها الكلام. فااااااااااا لاو الدكتور شرحها لكو يبقى مطلوبة منكم لو ما شرحها اش خلاص اي 스�rum مش مطلوبة. فاااا ايه ما يعني احنا برضو نتكلم عليه وهي عملله وهزيب لو كده لينك الفيديو برضو عاليوتيوب. هيشرحه لكو كويس اوه هيشرحليكو فكريتو ازاي وبيتعمل ازاي. ماشي? لانهه برضو شيفت معقد شوية. اه قصدي تست معقد شوية. تمام? اه بتاعنا برضو بيبقى وبيقولك ان تلاتين درجة. ماشي? يعني ايه? يعني خارج لبرة. تلاتين درجة. تمام? يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه? بتبقى دخل الجوة شوية. ماشي? احنا عارفين. وكمان بيبقى فيها يعني ايه? يعني الركبة احنا بنشد عليها. ماشي? من من الجنب كده. احنا بنشد عليها من الجنب كده. عشان نخليها شوية. تمام? ما علينا ماشي نكمل الكلام. آآ. يعني ايه ماشي? يعني العيان وهو كده كده وانت حاطة ايدك يعني انت زي ما الراجل ده مسك كده. بتمسك ايد من عند كعب الرجل والايد التانية من عند الرجبة. الايد اللي عند الرجبة ده يتهاي اللي بتعمل وبتعمل كمان يعني بتشد الرجبة خلي بالك انت ايد الراجل مسكة من بره بتزق القدام. آآ سوري بتزق الجوة. بتزق الجوة عشان تعمل تمام? بتقوم عامل دو يعني العيانة وهو بتقوم انت عامل بالايه? بالايه بتاعتك اللي هي زق وزق كمان. تمام? طيب هتلاقي ايه بقى? يعني ايه الكلام ده? يعني انت وانت بتزق الزق المنيلة بتاعتك ديت وانت بتعمل بقى ممكن تلاقي ديت ام الدخلة جوة. فاهمني? يعني انت دلوقتي انت زق ايه لجوة? انت زق اللي جوة لو هو بني قدم طبيعه عنده الانتير كورشيت ليجا ما انت بتاعه كويس? فالرجلة مش هتدخل فالجس اصلا. بس لو هو الانتير كورشيت ليجا ما انت عنده مقطوع فالرجلة هتقوم داخل الجوة. فاللاترالكندايل ديت طب انت عرفت من ايه انها لاترال? لانها ناحية تتبع هي. اللاترالكندايل ديت ممكن تقوم خبطة في الفيمر. ماشي? فتعمل لك كلانك ساون. حتى انت هتلاقي العيان بيقول لك ايه ده انا ده انا حصل لي ترقع كده نفس الترقع بالزبط اللي حصلتلي. ولما الايه الواقع حصلتلي. تمام? فهي ديت اللي ايه. ماشي? اه برضو الفيديو يعني اللي انا هحطه لكم هي هيوضح لكم الدنيا قوي يعني هو فيديو كويس يعني. حتى هو بيشرح برضو ايه اللي بيحصل والكلام ده كله وعمل لكم دياجرام حلو لزيز كده. ماشي? بس خلي بالك ان البيوت شيفت تيست ده ده المست سمسيف تيست فور انتير كوروشيت ليجامينت تير. ماشي شباب ويهب احنا كده خلصنا ان هما التلاتة تست السبشل تست توعي لانتير كوروشيت ليجامينت. عرفنا تيست وعرفنا التيرير درور تيست وعرفنا الايه تست. اهما ما يميز التيرير درور تهست انه هو تسعين درجة واني انت بتقعد على رجل العيان. اهما ما يميز ان هو طيب عندنا كمان تلات مميزات اول حاجة ان هو ما بيخليش العيان ينام على رجله تسعين درجة. لأ. اه اللي هو ما بيخليهاش تنام على تسعين درجة. تاني حاجة ان هو بيمنع الدور اللي بيعمل اللي بيحصل نتيجة تالت حاجة كمام? انما البيوتشفت تيست هي اهم حاجة مميزة فيه اللي يل بقى البابل كلانك افزالات رالتيبيا الكنداي ريديوز دونزافيمر ولا ايه. ماشي ودوت المستسبيك تيست فور انتير كروشيت لجبنت. عندنا بقى ايه? في حاجة كده بما اننا اتكلمنا على شوية تستات فانت برضو ايه? وانت في دماغك كده بتعمل جريدنج يعني انت بتعمل تقييم للركبة ديت هل هي ركبة كويسة ولا لأ? طب والجريدنج دوت بيفري معي في اي يعني? يعني اكيد هيفرق معك في العلاج هيفرق معك هل انا ادخل العيان ده عملية ولا لأ? ولا ماشي مسلا بحلاق طبيعي ولا الكلام ده كله. تمام? الجريدنج عندنا هما تلاتة جريدس وسهلين جدا. اول حاجة اول جريد طبعا دوتا الجريد اللي هو الطبيعية. هو يعني 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 ازق يعني اشد يعني اتبع عليها لاقيها بتركع على طول. تمام? انما هو فيه يعني ايه? يعني مقبولة. كويسة مفيش مشكلة فيها. انما بقى يعني ايه? يعني المفصل اكينه اصلا انت مفتوح بس الجلد مش مفتوح. تمام? مفيش مفصل اصلا. تمام? نفهم من كده ان مين فيهم اللي ممكن يحتاج عملية? ممكن تلاتة وممكن اتنين. انما واحد اكيد مش يحتاج عملية. تمام? فهي ديت بتاعة سهلة جدا. جريد واحد اتنين. تمام? اه يبقى احنا كده خلصنا تمام? ونرجع تاني كده عشان نفتكر اصلا بتاعنا كان ايه? عشان احنا طوالنا قوي في الحيطة كان عندنا دهات اللي كنا بنبص على الايه? بنبص على تمام? وبنشوف ماشي وبنلاقي دوت كان بيحصل في خلال قد دي. كان بيقولك ان هو دوت من اربعة لاتناشر ساعة. تمام? طب كان عندنا تستين مميزين جدا والاتنين شبه بعض. اللي قم والايه? كان ايه اهم ما يميز اللي هو التبية لما انت بتدوس عليها بالصنب بتاعك. فتلاقيها وباونس باك. طب تالت حاجة اه تالت حاجة احنا ما قلناش احنا قلنا تالت حاجة قلناها اللي هي بتاعتنا اللي هما تلاتة تست الليشمن واهم ما يميز الليشمن غير التلات حاجات اللي احنا عارفينهم. اهم ما يميزه ان العيان بيبقى نايم تلاتين درجة. تمام? طب والتاني تست اللي هو الايه? اللي هو الانتيرو دروار تست. اهم ما يميزه ايه? ان العيان بيبقى نايم. اه ورجلو يعني سوري تسعين درجة. تمام? وتاني حاجة ان انا بقعد على رجلو. تمام? طب اخر واحد او تست التالت اللي هو الايه? اللي هو البيفوت شيفتنج تست. واهم ما يميزه انه هو الموست سبسيفك فور انتيرو كورشية لجمت تير. تمام? فضل لنا رينج اوف موشن والنيورو فاسكولر اسيسمنت ما تقلقوش ده هما هبل اصلا يعني. اه بيقول لك رينج اوف موشن يعني ايه? يعني المدى الحركي بتاع المفصل يعني. ماشي? بيحصل اتروفي اوفزا كورت ريسيبس بارتيكولاري الفاستاس ميدياليس. وده وقت اللي احنا اصلا قلناها في الانسبكشن. تمام? اه ماشي ده الكلام ده اصلا ايه? قديم يعني بس بنايته. وخامس حاجة بقى ان انت طبعا اي عيان جاي لك في ترغوما لازم تعمله يعني لازم تطمن على النرفات بتاعته كويسة ولا لا? فيه احساس ولا لا? بيعرف يحرك صوابع ومن تحت ولا لا? ماشي? وتاني حاجة برضو ان انت تطمن على كويسة ولا لا? لا يكون دوت عمل اطعف ولا حاجة فلازم دوت يدخل عملية حالا. انما العيان بتاع الانتر كورشيت لجابة ده فيه ناس اصلا بتمشي وده يعني انا شفتها كتير اصلا في كشف الجيش. ان فيه عيانين جايين او او فيه ناس يعني زمان اللي جايين. جايين اصلا هما عندهم قطع في الرباط الصليبي وبيمشوا على رجلهم معادي. تمام? فعملية الرباط الصليبي هي مش عملية طوارق بس لو حصل مشكلة في او بتاعت العيان فدوت لازم يدخل عملية طوارق ولازم نعمل ايه? آآ هندخل بقى على جزء يعني انا اعتقد ان هو جزء اقل اهمية شوية في المخاضرة يعني. وهو الراديولوجيكال اسسمنت هو مش اقل اهمية بالنسبة العيان بس هو اقل اهمية بالنسبة لنا احنا. يعني يعني الراديولوجيكال اسسمنت انت مش مطلوب منك او هزيبقى صعب عليك اصلا انت تقرأ اشعة رانين. اشعة رانين دي اللي بيقراها يعني آآ بيبقى استشاري عزام مسلا استشاري اشعة واللي هو بقى لو اخصاء عزام بقى بيعرف فيه اقرانين ده يبقى جامد جدا يعني. فديات حاجات طبعا يعني علينا اصلا. فيعني ايه? هنحاول برضو ان احنا ايه نفك التلاصم ونزبط الدنيا كده ايه على قد المناج اللي عندنا. ونفس الكلام برضو بالنسبة للتريتمنت لان التريتمنت اغلبه عمليات فهو برضو يعني اه يعني مش مش شغلي دلوقتي خالص يعني. تمام? فهنتكلم كلمتين كده على كل حاجة فيهم ايه ونحاول نزبط الدنيا. الراديولوجيكال اسسمنت احنا بنعمل اشاعتين مهمين. اول حاجة اللي هي وتاني حاجة اللي هي اللي هي اللي هي المهناطيسي. ديت اللي هي تمام? ده وقت الاختصار بتاعها مش لازم تعرفه يعني. طيب احنا عارفين طبعا هي بتصور ايه? بتصور عضم. طيب ده اسمه ايه? ده اصلا يا شيء طبيعي ان القطع فيه ما يبقى نش في العضم. طيب احنا بقى ليه بنعمل اكس راي? بيقول لك ماشا مش مشكلة. خلي بالك بردو انت يعني الاكس ري هي ممكن تبين لك شوية من لو هي الجودة بتاعتك كويسة ممكن تبين لك ان هو انت عارف ان الحتة دي دي اه دي دي ممكن جزء من عضلة عارف ان الحتة ديت لو هي مسلا فيها بياض قوي كده تعرف ان في هنا هي المفروض انها سودة خالص زي اللي حتة لهنا بس لو لقيت انها بيضة كده شوية تعرف ان هنا فيه تمام بس كل الحاجات دي طبعا انت متقدرش تبصم بالعشرة ان فيه تمام بس انت عارف ايه عارف لو ايه انت بتضبش كده فيه شوية زي تمام اه خلي بالك بقى ان اصلا ممكن يحصل معي زي ما احنا قلنا ان ايه الخبطة هي مش بتنقل بالزبط وتقوم قطعها لا هي ممكن تعمل شوية حاجات كتير مع بعض تمام فانت لازم وانت بتبص على اشعة ولا انت ببص على حاجة تبص على كل الحاجات مش انت خلاص لقيت مسلا في اشعة ترانين ولا حاجة لقيت ان انتير كرشيت لجا ما انت معطوه تفرح بنفسك بقى وتقول انا شخصت ان العيان دوت عند انتير كرشيت لجا ما انت معطوه وهو عنده بلوي تاني اصلا بس انت ما ايه ما لحيتش تبص عليه او انت ايه استعجلت او تسرعت تمام طيب ايه بقى او اللي ممكن تلاقيها في عيان عنده انتير كرشيت لجا من انجري اول حاجة حتة اسمها تمام اا عارفين ايه هو اصلا ده ولا لأ خلينا برضو نفكر اللي مش عارفين اا هو عبارة عن الحتة اللي هي بتبقى ايه بتبقى في النص كده عالية شوية يعني انت لو هنا قلت مسلا الكندايل اللي هي الميديا الكندايل بتاعة التبيا ديت بتبقى حتة نازلة كده وديت برضو حتة نازلة كده وفي النص حاجة طلعة كده حاجة عالية كده ودوت اسمه تمام طيب بيحصل في حاجة بقى اسمها نوع من ان الحتة من البون بتفصل حتة من البون بتفصل عن البون كله تمام ممكن يحصل ان هو يبقى كده خالص او ممكن يبقى ايفيه يبقى حاجة كده وهي ديت الايه دوت انا نسيت صحيح ان الصورة دي موجودة عمالة اشاور لك على دي ونسيت ان دي موجودة. حتة العالية دي هي التبية ماشي ممكن يحصل فيها فصل كده وممكن ايه تفصل بالكامل. تمام? طيب شكلها ازاي بقى في الاشعة في شكلها بيبقى عامل كده. خلي بالك الحتة اللي في النص دي هي دي تلاقيها فعلا عالية هو. ماشي. وبينالك هنا حتة كده. خليني برضو ايه اشاور لكو. الحتة دي. الحتة الصغيرة البيضة اللي طالعة في النص دي هي دية طب هبان لك اكتر فين? في ونتخلي بالك انت اما تعمل اشعة ما بتبصش من واحد. بتحكم من وهين على الاقل. فيه ساعات كمان اشاعات بتحتاج كزا هتلاقي فعلا ان فيه هنا خط سود كده. معنى ان فيه خط سود ان هنا مفيش بون. يعني معنى كده ان البون فصل وحصل هنا. تمام? فانت لو جيت الترجمة برضو لو جيت عملت على الصورة اللي قدامك دي هتلاقي ان الحتة دي هبان بالبيض. هي الحتة دي كده. وان الحتة دية ستبقى بالسود. زي ما ايه موجود عندك هنا بالسود. تمام? هو وضوة تمام? تاني حاجة او اسمه التاني وده تفتكره برضو خلينا برضو اعلم لك على عشان ايه محدش يتنميشها وما اذكرهاش. لا مهم. تمام? بقى ايه الكلام ده? اصلا انت خلي بالك من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل ان تلك كل شيء تلجا من انجري. ان الرجبة تدخل لجوه. فالرجبة ممكن تدخل لجوه بعنف الدرجة ان العظمة دي تقوم خبطة في العظمة اللي فوق دي كمان. يعني بدل ما هو بيعمل لأ ممكن يعمل ايه? بعنيف قوي. تمام? زي اللي موجود في الصورة اللي ايه الجبناها. او حاجة بسيطة خالص. الفورس اللي عملت دي لو فورس مسلا من برا لو شومة ولا عصائي ولا الكلام ده. ما هي خلت الرجل تدخل في فالجستة ما هي ممكن تكسر العظمة اصلي. تمام? فهو ده تليعمل لك الايه? الفراكشور. يبقى ايه? دي تاني حاجة اللي هو او السيجوند فراكشور. تمام? اه تالت حاجة في مورال كوندايل. طب يعني ايه واحدة واحدة الاول يعني ايه? امباكشن ديت يعني ايه? يعني جاية من كلمة يعني تأسير. تمام? تأسير يعني ايه? يعني او او طبع كده. يعني انك انت مسلا لما تيجي تطبع على حاجة فانت بتقوم معامل فيها امباكشن كده ان انت بت ايه? بتنزلها لتحت. تمام? فهي الفكرة فعلا ان ايه? ان في جزئين من العظم دخلوا مع بعض. فعظمة عملت على العظمة التانية. يعني ايه? امت عاملة فيها كده ايه? تمام? فهو الحتة ديت الحتة اللي عاملك عليها بالسهم دي. هي ديت اللي هو الايه? دو تمام? ماشي? حصل في اللاترال في مورال اه اخر حاجة طبعا اللي هو البلاتو. ماشي? اللاترال تبيا البلاتو احنا عارفين اللي هو الحتة الواسعة اللي فوق لاترال اللي هي ناحية لاترال وبستيرو فراكشن يعني ايه من ناحية بستيرو? زي كده مسلا. تمام? ادي هو العظمة ايه مبهدلة خالصة. ماشي? يبقى هي ديت ايه اللي انا ممكن نلاقيها. ماشي? ممكن نلاقي ايه? افالجان فراكشور سيجوند فراكشور. اوستيو كوندرال فراكشور. تمام? نعلم لكم عليه برضو. ماشي? واخر حاجة ايه? تمام? احنا كده خلصنا وديت اللي هي بتبين البون بس. تمام? مش هتبين نفسه. طب ايه اللي هيبين لي بقى الانتير كورشيد? اه معلش? اكيد انتم طعبتم طبعا دلو هتيه دماغكم ساعدة. اه بس يعني ايه? ربنا عنكم. ان شاء الله يعني الدنيا تبقى سهلة وربنا عنكم يعني فيها. اه زي ما قلت لكم كده هي بتحتاج برضو ايه? حد متمكن اوي في العظام عشان يقرأ بس هنحاول برضو ايه? بنانا على الكلام اللي معنا وشوية صور كده ان احنا نوضح الدنيا. تمام? ونوسع خيالنا شوية يا جماعة معا. يعني ايه? زقوا معايا الدنيا شوية كده. اه اول حاجة هو بيقول لك النورمال الاول بعدين الايه? الماشي? النورمال لما اجي اشوف لجامة احسن. احسن يعني اشوفه منه هو اللي هو يعني 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 ببص الجنب. هلاقي ان فيه تمام? هو دوت اللي جاملت هو كاتب لك هنا انتكت. فهلاقي ان بتاعه هلاقي ان هو اهو. ماشي? ما هو ليه جاملت شيء? طب ان هو يبقى ماشي? طب عرفت من ان هو دوت ما يمكن يطلع ما هتلاقي البتلة قدامها ايه? فالبتلة هي الجايد بتاعك ان احنا كده فيبقى هتلاقي ان بتاعك ماشي كده يبقى احنا ايه? تمام? تاني حاجة يعني ايه يعني انت هتلاقي ان هو لونه بالسود. ماشي? العرف يعني ضعف في الاشارة. ضعف في الاشارة اللي جاية من الموجات الماغناطيسية فمخليه لونه اسود. يا عم ايه واجع الدماغ ده? هو بيبقى لونه اسود وخلاص. اللي هو دي يعني ان هو بيبقى لونه اسود كده. تمام? طيب وبيقول لك ايه بقى? بيقول لك ماشي? ماشي? يعني يعني هتلاقي فيه شوية تخطيطات كده. تخطيطات كده زي البيضة كده. ماشي? الحاجات اللي بالله بيعطيه هي ديت شوية كده. حاجات ايه? آآ مخططة كده. تمام? عشان احنا قلنا ان الايه? ان اللي ايه جا منت تطبقى مش بيمسك بنقطة واحدة كده. لأ بيمسك بايه بكزا نقطة يعني. ماشي? او بسيرفس اريا يعني. تمام? فعشان كده بيقول لك في ايه? في شوية كده بتبقى على الايه على ونفس الكلام برضو هنا شوية زبيضة كده عند الايه المكان بتاعه. يبقى هو دوت النورمال بتاع الايه? اللي هو بيبقى وتاني حاجة ان هو بيبقى ليه تمام? دوت الطبيعي. دوت النورمال لجمل. طب الاب نورمال بقى ايه? خلينا نشوف الاب نورمال بقى بيقول ايه? آآ بيقول لك ان الاب نورمال بيبقى ايه? يعني ايه? يعني انا مش عارف اشوفه او انا مش شايفه خالص. مش شايفه كويس او مش شايفه خالص. فين الانتير كورشيت لجابنت اصلا في الصورة دي? مفيش ايه حاجة. حتى انا كتب لك انتير كورشيت لجابنت ربشرت. لكنه انفجر. حتى يعني لو تاخد بالك كده الايه? الصورة عاملة لكن في دخان نتيجة الانفجار. تمام? آآ تاني حاجة ان امفرس اديمتاس ماس واسفوكالي انكريزد تيتو ويتد امجز. تيتو ويتد امجز ديت امجز من ضمن امجز بساعة الامر اي نمسحها. ولا اكدنا هنشوفناها. تمام? امفرس اديمتاس ماس واسفوكالي وخلاص. ولا اكدنا انا شوفنا اي حاجة. آآ بس خلي بالك دي معناها ايه? آآ يعني هنلاقي ان الدنيا بقت بيضة. تمام? الدنيا بقت بيضة كده? يبقى ايه? يبقى فيه اديمة جامدة ماشي. تمام? آآ تالت حاجة تمام? منطقي. احنا قلنا اصلا ان الطبيعي ان هو يبقى فلما نلاقي ان هو الكونونتور بتاعه بقى مبقاش تمام? وهو بقى عمل كده زي الايه? زي الموجة او التشريعات او التشعبات. هيونتانت يعني ايه يعني ااا متهدلة يعني ايه متهدلة دي? آآ الدلدلة يعني حاجات كده مدلدلة كده مش 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 قده. يعني مفهاش شدة كده. تمام? المفروض ان هو فيبقى المفروض مش دول. هو لا يعني مش مشدود يعني سايب كده او ايه او معي يعني. تمام? اه اخر حاجة اه 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 يعني ايه الكلام ده? اه نسيت اقول لكم سايه دي صورة اللي هي الانتيرو كروشيت اللي جميل بقى ويفي هو مليان ايه حتة بيضة هو. ديات اللي انا كنت بقول لكم عليه. ماشي? اه الكلمة الاخيرة بقى اللي هو. تمام? يعني ايه? يعني انت هتلاقي ان الحتة السودة. الحتة السودة ممكن يحصل فيه كده. تمام? الحتة السودة ممكن يحصل فيها ايه? يعني ان انت تلاقي ان المكان بدل ما هو كان كله سود. لا بقى فيه حتة بيضة كده شوي. تمام? فدية تلاقي ايه? انه ممكن في نص الانتيرو كروشيت اللي جميل حصل قطع كده. فهو دوت اللي عمل لك الايه الانترابشن وز ايه مزمد اه سابستنس او 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 يعني ايه? ممكن الموضوع دوت يحصل عند نص اللي جميل او ممكن يحصل عند الاتاتشمنت سواء عند التبية او عند الفيمور او عند الفيمورية. تمام? اه يعني حاولنا ان احنا نزبط الدنيا شوية بالنسبة للامور اي بس هيه فعلا بتبقى اه رخمة شوية او معقدة شوية. اه انا عايز اقول لكم ابس ان انا كنت في مرة بحضر مع دكتور عزام وكان بيوريني اشعة ام ورأي وبتاعها فهو وراني مكان اللي جن فعلا وراني مكان اللي جن واقتنعت بيه وبتاعها مفيش خمس دقايق بامسك الاشعة تاني معرفتش اطلع اللي جن فيه. وحتى برضو مشيت بنفس الكلام اللي هو قال لي عليه وقال لي دي كزا ودي كزا ودي كزا بس برضو معرفتش اجيبها يعني. فا يعني موضوع محتاج عين خبير شوية يعني. بس نحفظ بس الكلام اللي هو اللي موجود عندنا دي هي دي بس اصلا بتاعت الامور اي نحفظها والدنيا تبقى كويسة ان شاء الله يعني. ويبقى احنا كده خلصنا وندخل في اخر عنوان عندنا في واخيرا انا هيخلص وهو. اه. 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 ماشي? والفاكتورز دول يعني ايه انا قلت ايه اسكمهم لكم في تلاتة يعني مش تلاتة بقى دي عيلاء لو التلاتة دي عين يعني فدي هتبقى عيلاء ماشي فيه باخيرة يعني. تمام? فالتلاتة دي اللي هي تلاتة اي دي جري اف انستابلتي ان دي سابلتي اسوشيشن وز ازر انجرز هي يعني بتاعتنا اف زاني. ماشي? والل اللي هي اللي هو يعني البيشنت ده تعيش ازاي وهو هيبقى متعاون معي في الالاج ولا لأ? اه الاولانية اللي هي الالتانية اللي هي الالتانية اللي هي اللي هي احنا قلنا جريد واحد اا جود استابلتي جريد اتنين مايلد انستابلتي جريد تلاتة اللي هو ايه سبير انستابلتي فهو جريد تلاتة بندخله عملية جريد واحد واتنين ممكن ما ندخلوش عملية وهنعملو ايه علاق طبيعي وبريسلت بريسلت وكلام من ده يعني تمام? طيب تاني حاجة اللي هي ايه? لو مسلا في مع مع القطع بتاع الوضروف ايه? القطع بتاع الروباط الصليبي ده لو لقينا مسلا بالمنزر ده. بالمنزر ده اصلا ده هيحتاج عملية شريح ومسامير وحاجات من كده. فانا كده كده هدخله عملية. فقم صلح له الروباط الصليبي بالمر. تمام? اه تالت حاجة يعني العيان دلوقتي هو هل هو جايلي بعد ما اتصاب على طول ولا هو جايلي مسلا بعدها ابو سبوع بعدها ابو سبوعين. بيفضل اصلا في الانتيريو كوريشيت لجام ان انت تستنى شوية بحيث ان الاديمة تهدى والايه? والهيمو ارثروزيس دوت يمتص الكمية الدم ديت تمتص شوية. عشان لما تدخل بالمنزر تشوف اصلا تعرف تعرف تتعامل تمام? هي دات الانتيرفال فروم زا انجيري وفزاوبريشن. اه رابع حاجة اللي هي الال اللي هي اللايف ستايل اند كوبريشن اوبزا بيشن. اللايف ستايل طبعا هل هل العيان دوت هو اصلا مثلا واحد بيستخدم رجله كتير? يعني مثلا اللي عيب تبكوره لازم يعملوه عملية ولازم رجلهم ترجع زي الاول? ولا هل دوت مثلا شخص عنده مثلا تسعين سنة عنده ارثرايتس اصلا عنده هو كده كده ما كانش بيمشى على رجله او كده كده رائد على السرير? فهو مش محتاج ان ادخله في استرس عملية وبينج ومش عارف ايه ولا عملية الكمبليكيشن بتاعتها الكلام ده كله. فلا ما ما دخلوش في العملية او مثلا حاجة تانية اللي هي كوبريشن اوبزا بيشن يعني هل البيشن تدوت هو متعاون معايا يعني لما اقول له بعد ما تعمل العملية هتفضل مثلا اه كم شهر ما بتمشيش عليها وبعدين كم شهر ما بتحملش عليها وبعدين كم شهر بتعمل لك طبيعي هل العيان هيتعاون معايا ولا هل هو مش هيتعاون معايا تمام? اه رقم ايه بقى اللي هي ديت لو العيان اصلا عنده فهو عنده يعني ايه حاجتين مع بعض ميخليين المفصل ما يتحركش كويس فانا على اقل اصلاح له حاجة فيهم الحاجة اللي بيدي اصلاحها صلاحها تمام? فمسلا او مدخلو العملية عشان الايه اللي هو ايه الدنيا تتصلح معا شوية او هو ممكن مسلا لو هو كده كده مش هيعرف يتحرك على رجله فانا مدخلوش في عملية وممكن العملية اصلا ممكن تزود للارثريتس اللي عنده دي تمام? على حسب تقييمي للحالة. واجي طبعا الاجي اللي هو طالما كل ما الفئة العمرية قلت كل ما بيزيد فلازم ان انا دخلهم على عملية والسكس برضو بتختلف على حسب الرجل ولا الست الرجل بيبقى الشغل اكتر او التحميل على الرجل اكتر فممكن دول يدخلوا عملية انما في الستات ممكن ما يدخلوش عملية وهكزا يعني تمام? طيب دوت الايه بناء على الايه على آآ هندخل بعد كده بقى على الايه على القرار بتاعي بالتريتمنت بقى. القرار بتاعي بتريتمنت بيعتمد على بتاعت العيان. لو هو واحد وجريد اتنين بيبقى انما تلاتة بيبقى تمام? طيب الجريد واحد واتنين خلينا نخلص منهم بنعمل لهم ايه? بنعمل لهم يعني نحاول نقلل شوية. بنديهم بين سرابيو نديهم مسكنات. آآ لو مسلا الرجل ورامت ولا حاجة بنحط عليها آآ آآ بنحاول ان احنا نقويهم شوية فلما نقويهم يخفوا الحمل شوية من على انتير كروشيت لجمال. ماشي وممكن نعمل كمان اللي هي الركبة. ممكن يلبسوا ركبة تشدوا لهم المفصل زيادة. تمام? دوت اللي هو الجريد واحد وجريد اتنين نون سيرجيكال. كلام ايه? كلام يعني جميل. كلام لزيزي يعني. انما جريد تلاتة بقى اللي هو التانية بايز عنده خلص دوت لازم يدخل عملية. تمام? آآ فهو حتى هو انا بيقول لك برضو الايه? المست اكتف بيبول والريكواير سيرجري توريستور الاديكوت فانكشن. دي كريز الانستابيلتي. آآ دي الناس اللي انا دخلهم عملية. اللي هما المست اكتف بيبول ماشي او ان هو فعلا رجله بدخونه كتير او مش بيعرف يعمل عليه كويس. او يعني هو مسلا ده لعيب كورة ده اكل عيش وهو مش هينفع ان هو مسلا يبطل المهنة بتاعته دي. او مسلا شخص هو طول اليوم وطول الليل والنهار بيمشي مسلا مندوب ولا حاجة. فهو لازم يعمل العملية. تمام? او في زي المنسكس او ماشي? او بتاعه بتاعه صغير. تمام? آآ زي ما انا قلتلكم هو الاحسن طبعا ان انا الاسروفايبروز والستيفنس دوت ليه بقى نتيجة ايه? نتيجة الدم اللي نزل دوت. ما هو الدم اللي نزل دوت هو مش الدم ده فيه شوية بروتينات وشوية مش عارف آآ آآ شوية اميونو جلوبي لينز وشوية آآ بليتلس وشوية خلايا والكلام ده كله. لو انا دخلت وصلحت وعملت وامتحاطت كمان آآ جرافت ما اصلا انا هخلي بالك انا لما بعمل عملية الانتير كرشيت لجمت انا بحط جرافت يعني رؤعة. يعني انا برقع اللي جمت دوت او ممكن اشيله خالص وامتحاطت انا جرافت من عندي. فدي تعتبر مسلا ممكن الجسم يعتبرها على انها ايه فورن بادي. فلما الجسم يعتبر انها فورن بادي فتقوم عاملة فارسرايتس وفايبروزيس وتعمل تتودى المفصل كله في ده. تمام? فلازم ان انا استنى شوية عشان الاديماتي ده والارسروفايبروز ده الارسرو الهيموارسروز دوت يفك يعني وبعدين اقوم داخل عمل العملية. تمام? وفي الوقت دوت يعني ايه? يعني انا في الوقت دوت بخلي العيان يعمل دوت. آآ عشان امنع خلي بالك ان احنا قلنا ان ممكن يحصل له في خلال ايام. طيب في خلال ايام وانا هستنى تلت اسابيع طب ما هو الرجل دوت مش هيقدر يحرك رجلو. فلما ما يقدرش يحرك رجلو كده العضلات هيحصل فيها وستنج. فانا لازم اخلي اعمل عشان العين دوت ما يحصل لهش وستنج. اقوي العضلات ديت اشغلها عشان ما يحصلش وستنج. تمام? طيب العملية بتاعتنا هي بيقولك في مدرستين والريبير. الريبير دوت ان انت تخيط الحتتين مع بعض. والريكون ان انت تقوم. شيء للرباط القديم وحاطط مكانه رباط جديد. بيقولك ان احسن. تمام? طب اوبن سيرجري ولا يعني اوبن ان انت تفتح بمشرة ولا بالمنظار. لأ طبعا بالمنظار احسن. ماشي? طيب ندخل بقى على ايه? على شوية تفاصيل في العملية ويبقى احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا. ماشي? اه في كل عملية كده لما تيجوا تاخدوها. هتلاقي في بيقولك حاجات اه 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 ديت اللي هي الايه المبادئ بتاعت العملية? يعني الخطوات بتاعتها. ان انا اول حاجة طبعا احنا احنا الفكرة بتاعت العملية بتاعت الانتير كرشيت لجا من انت ديكو مستراكشن ايه? ان انا بقى جايب حاطة كده مكان الانتير كرشيت لجا من انت دوت. ماشي? الجرافت ديت هي بتشتغل اكنها الانتير كرشيت لجا من انت بالزبط. ماشي? فا اول حاجة بعملها هي يعني ايه? يعني بختار الجرافت بعناية وبشوف طبيعتها ايه? التركيب بتاعها ايه? تمام? وخلينا كده برضو ايه? ندخل على الجدوة كده يعني مهمة اه يعتبر مهم يعني. التيبس اوف جرافت. التيبس اوف جرافت عندنا تلات انواع. اوتو جرافت. اوتو جرافت ديت يعني ايه? يعني اوتو يعني شخصي او ذاتي. يعني جرافت من الشخص نفس او مني انا نفسي يعني لو لقدر الله بعد الشرع عني طبعا انا المريض. اه فالجرافت ديت انا ممكن اخدها مني انا. طب هاخدها منين بقى? من الباتيلر تندون او من الهامسترينج تندون او من الكوادري سيبس تندون او من الاكيليس تندون. تمام? طب تاني حاجة اللي هي الايه? الالوجرافت. الوجرافت ديت اللي اخدها من بني ادم تاني. من شخص يعني من شخص تاني بس الو يعني من نفس الجنس او من نفس الفصيلة. اللي هو بني ادم تاني يعني. برضو من نفس الكلام باتيلر تندون هامسترينج تندون. ممكن اخد من اكيليس تندون. ممكن اخد من فاشيا او الاليو تبية البند في تمام فدول انت ممكن بس هي ديات الحاجة الجديدة علينا فدي ممكن نعلمها ماشي اه اخر حاجة اللي هي هما نوعين من هما المشهورين يعني واللي موجودين عندنا في الداة هما معلش احفظهم اي ما يكون يعني احفظوهم بس عشان لو جاتلكو ماشي فدوة اللي هو الايه اول حاجة من اللي هي انزل يعني هل هي اصلا حاجات من خلايا حية ولا هي حاجات اصلا مش حية ماشي تاني حاجة تالت حاجة يعني ان انا بقوم شددها قوي طب ليه انا بشدها قوي عشان تشتغل كويس ما هو مطلوب اصلا انت الكروشيت لجم انت يبقى مشدود عشان يقوم بوظفته تمام واخر حاجة هو ما كلمناش غير عن فده يعني الحمد لله ايه من حسن خصين يعني ايه اصلا بص انا هقولك على ايه على حاجة اا انت ما بتيجي تعمل ماشي للعيان انت بتقوم دخل ديت يعني ايه يعتبر كده شبه ان انت بتثبتها في العظم تمام فانت لما بتثبت في العظم انت لما بتثبت مسلا هتثبت بمصمار او ان انت مسلا هتخرم بشنيور ولا الكلام ده كله ومسامير وشراح والكلام ده كله فالحاجات ديت بتحتاج ان العظم يقوم باني عليها عشان تتثبت كويس تمام الموضوع دوت بياخد من شهر الشهرين في بالذات بيطول شوية ممكن يوصل لشهرين فعشان كده بيقولك انت لازم تكون مسبتها كويس في العظم تمام عشان كده بيقولك يعني طب وايه المشكلة اصلا لو هي ما سبتتش كويس بيقولك ان هي يعني ايه اللي هي الايه القوات بتاعت يعني ايه الحركة بتاعت العياء انما هو في الوقت دوتو هيحرك رجله برضو اللي هي الحركة اللي هي ايه حركة الاعضاء على بعض يعني تمام فالحركة الاعضاء على بعض ديت لو الجرافت مش متسبتة كويس يبقى كده العملية بتاعتك هبوز تمام ااا ميني تكنيكس هاف بين دسكرايب فور فيكسيشن اف هامسترينج تندون جرافت ان اسي اري كونستراكشن هو التكنيكس امعرفش هو الدكتور اصلا طالبها ولا لأ او اللي هو كاتبها ولا لأ بس هو لو لو طلبها هو طالب اسامي بس فا انا يعني ايه هبقى حطهم لكم برضو في الداتا بس يعني لو هو الدكتور شرحهم فا باسمعوا الشرح منه او بشوفهم على اليوتيوب لان انا صراحة انا يعني انا لما جيت ادور عليهم انا لقيت وهم الوهم الصراحة يعني يعني كاز الدنيا صعبة خالص لو انتوا عايزين مسلا انازل لكم فيديو على حاجة على الكلام دوت يعني ابعت لكم لينك فيديو بيشرح العمليات ديت مفيش مشكلة بس هيبقى واجع دماغ اوي بالنسبة لكم يعني حاجات يعني جدا 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 عايكم فا دي معلش كده ايه لما المخاطرة تتشرح لكم يبقى اسألوا فيها الدكتور قلولوا مطلوب مننا ايه بالزبط في العمليات هل مطلوب مننا بتاعتها ولا ولا مطلوب مننا اسامي العمليات ولا التفاصيل بتاعتها هو ان شاء الله هيطلب منكم بس الاسامي على حاجة يعني وان شاء الله يعني ربنا يعنكم ويقويكم وشكرا جدا ليكم على سماعكم هنراجع بس كده الدنيا في السريع يعني سريعا سريعا كده في المخاضرة دي اتكلمنا في الاناتومي واتكلمنا عن الاستابلايزاشن واتكلمنا عن الانتير كوروشيت لجميع انتكلمنا عن الاناتومي والفانكشن والمشكلة التير بيحصل ازاي وبنعالجه ازاي اا اول حاجة الاناتوم بتعتبيو في مورال جوينت اا عرفنا ان هو وان هو يعني هو اصلا الجوينت الواحد وكده ما يبقاش فيه تمام؟ ولما يكسر بتزيد زيادة تمام؟ طيب عشان كده لازم احنا نثبته بشوية حاجات الحاجات اللي احنا بنثبته بها حاجات بتثبت في الحركة وحاجات بتثبت في السكون وفي الحركة ما في نفس الوقت الحاجات اللي بتثبت في الحركة اللي هما ماشي؟ طيب اتكلمنا عن الاناتومي عرفنا ان احنا عندنا اربعة اللي هما الانتير كرشيت لجمت البصير كرشيت لجمت الميديا الكولاترا لجمت واللاترا كولاترا لجمت. وتكلمنا عن اللجم انتقناتهم ان هو بيتكون من اتنين نوع من الفايبرز تايب وان كولاجين سبعين في المية والالاستين هو اللي فاضل يعني تلاتين في المية مسلا وحواليهم ماتريكس الفايبرز ديت بتكون او النوعين الفايبرز دول بيكونوا حاجة اسمها فايبرز فايبرز تجمع تكون فايبرز بعدين بتصاب فاسيكولار يونس بعدين الفسيكولاس. وعندنا اتنين نوع من الفسيكولاي. نوع ونوع هليكال. النوع الامثلة بتاعته وقلنا ال ال مع ال والهيليكال زي الانتير�� زي قرشيت smallest IL. تعرفنا بقى ان الانتير القرشيت اللي جمダول اناتومي بتاعه. الاناتومي بتاعه انه هو بيبقى اهم من موايزاته ان هو انتلاكابسللر واكسترا ساينووieten الارجن بتاعه بيطلع من الفيمر ويمشي رايح للتبية وبيبقى طوله تمانية وتلاتين ميلي وعرضه عشرة ميلي ماشي بيبقى عشان كده بيبقى ويكسترا سينوفيالي ماشي وبيقولك ان الانتيريوميديال وبسترولاترال البسترولاترال هي الكبيرة تمام وان كمان الانتيريوميديال لما بيجي يمسك سواء على الفيمر اوه على التبية بيمسك على في الفيمر بتبقى اتنين سنتيمتر مربع ان مع التبية بيمسك على تلاتة سنتيمتر مربع تمام ندخل في العنوان اللي بعد كده اللي هي عرفنا ان هو بيحافظ على الرجل ان هي تمشي في المسارة الطبيعي بتاعها اللي هو ياما فليكشن ياما يحصل تمام وبيمنع ان اللي يحصل هيبر ياما هيبر اكستينشن ياما مثلا ايه فهتلاقي ان هو اول حاجة يعني بيعمل كمين كده او بيوقف تمام عشان كده بيعمل رابع حاجة ان هو واخر حاجة ان هو بيعمل ايه بيعمل تمام خلينا برضو نعلم على دي اه ديت بتاعت نيجي نتكلم بقى على الايه اللي ما يحصل فيه تمام هنشوفها ازاي او هنعمل لها ازاي اول حاجة ان ان انت بتشوف ولا ان دايريكت تروم هل عينة خبط دايريكت ولا مسلا رجله تلوت فحصل ايه الانجري ديت تاني حاجة ان انت بتشوف بعينك اه هتلاقي في ان هو في اربعة لاتناشر ومعها هي مؤرس روزس مع كادمة وزرقان زي هنا كده تمام طيب تالت حاجة بين اند اين ابليتي تو كونتينيو زا اكتيفتي اللي هو بيبقى غالبا ماتش يعني ماشي طيب الميكانيزمو في انجري اما اما فيروس انترنا روتيشن يهم رجلو ايه رجلو اه رجلو يعني ايه رجلو طلعت لقدام بزيادة تمام ماشي اه عرفنا ان هو اه عبارة عن او اسسمنت يعني بتشوف في ايه بتشوف وبتشوف سواء هو او تمام وبتبص على وما تنساش ان هي تاني حاجة بتبص عليها او البلبيشن البلبيشن عندنا اتنين تيست مهمين هما والبالوتمنت تيست هما فكرتهم واحدة ان انت بتحط صباعك على وبتقوم اعمل كده ايه ان هو ينزل لتحت ينزل للمنطقة دي المنطقة اللي هي تحت البتيلة اللي فيها موجود البتيلر تندر تمام وبتقوم حاسس بايدك كده بتشوف في ايفيوجن ولا لأ طب ولو انت حاسس وشاكك بتقوم قرنه بالايه بالرجل التاني تمام طيب دوت اللي هو التيست بتاع الايه البلوتمنت تيست بقى زيادة عليه ان انت بتقوم دايس بصباعك على البتيلة بصباعك اللي هو الصمب دايس بالصمب بتاعك على البتيلة وهتلاقيها كده عيمة وممكن لو انت دست عليها ونزلت لزحت تقوم رجعها لك تاني انها ترد لك تاني تمام طيب يا سيدي ماشي دوات اللي هو الايه البلبيشن عندنا بعد كده تيستات مخصوصة بالانجري بتاعت زي والانتيريو دروار تيست والبيفوت تيست والانتيريو دروار تيست هم فكرتهم واحدة ان انت بتختبر بتاع التبيع على الفيمر تمام هتلاقيها فهي هتقوم انت شدد تبيا كده ومرجعها الورا وتشوف هي هترجع معك قصدي امطلعها لقدام وتشوف هي هتطلع معك ولا لأ تمام طيب الاختلافات اللي ما بينهم بقى ايه ان الليشمان تيست بيبقى انيه فليكسد تلاتين درجة انما الانتيريو دروار تيست بتبقى فليكسد تسعين درجة بس تاني حاجة ان انت في الانتيريو دروار تيست بتبقى قاعد على رجل العين تمام طيب الليشمان تيست بقى بيبقى بوزيتف امتى الليشمان والانتيريو دروار تيست بيبقى بوزيتف امتى بيبقى بوزيتف لما يعني انت لو عملت التيست ده وانت على الرجلين الاتنين هتلاقي ان الرجل المصابة بتطلع معك قدام اكتر من الرجل السليم او زر زنو فيرم اندو بوينت يعني انت لما بتيجي تشد انت ايه الرجل بتسرح معك اكتر انها تتخلع تمام طيب دوت اللي هو الايه البوزيتف بتاع ليشمان والانتيريو دروار تيست فيه بيقولك اول حاجة في الادفانتج ان هو اللي هو وفبينفول اند فيوزد نيتو تسعين درجة يعني احنا لما بنعمل فليكشن بنعمل لغاية تلاتين بس ما بنعملش تسعين لان السعين بيبقى بينفول وبيبقى ايه يعني ايه بيداق العيان او مش بيسعيدني اصلا ان انا اعرف افحصه كويس تاني حاجة اللي هو بتاع البوستيرو هورنوف زامن سكاي تالت حاجة ان هو لو لو حصل فيها انجري ودخلت في زبازم تمام طيب يا سيدي تالت تست بقى عندنا اللي هو الايه البفوت شيفت تست البفوت شيفت تست بقى زي ما انا ايه مورطه لكم في الفيديو اللي انا بعته لكم يعني اللينك بتاع الفيديو بتاع اليوتيوب هتشوفوه هتلاقوا ايه الدنيا فيه كويسة اللي هو البيشنت بيبقى صباين والريلاكسد والهب بيبقى ابتكت التلاتين درجة مع انترنا روتا انا بقى رافع رجل العيان كده من عند الكعب بتاعه والييد التانية بتقوم خليها الركبة في انترنا روتاشن ومخليها في فالغس تمام وبقوا معامل مع ان انا بحافظ على الانترنا روتاشن وبحافظ على الفالغس ده كمان وبشوف هل هيحصل صوت طرقعة كده اللي هو البالبابول كلانك ازا لاترال تبيا الكندايل ريديوس انزا فيمر ولا لا يعني ايه اللاترال الكندايل بتخبط في الفيمر ولا لا لو لقيتها بتخبط يبقى معنى كده ان ايه ان الانتير كورشيت لجا منت فيه قطع تمام وخلوا بالكو ان البيوت شيفت تست طيب دوت كده احنا خلصنا تستفاضل لنا ايه بقى؟ تستفاضل لنا ونيروفاسكولار ستيتوس خلي بالك اللي هو بيحصل ماشي واخر حاجة اللي هي نيسينا بس نتكلم وزا لجا منت انجريز عندنا تلاتة اول جريد اللي هي نوع ودوت بيباعيان سليم وما فوش اي مشاكل تمام? جريد اتنين يعني ايه يعني فيه شوية عدم استقرار كده بس برضو الاندو بوينت كويسة ومقبولة تالت حاجة بقى اللي هو يعني مفيش جوينت اصلا مبور اندو بوينت يعني ايه يعني الجوينت مخلوة خالص فدوت دوت بيحتاج عملية لازم يعني اه طيب هنعرف ازاي بقى نتأكد ان اللي جا من تضغط مقطوع بالراديولوجيكال اسسمنت عندنا يا اما اكس ري اما اما ار اول الاكس ري احنا قلنا احنا ممكن نلاقي فيها مشاكل في العظم تمام? بيقولك ان هي ممكن تلاقي سواء لقيتها او ما لقيتاش مش هتعتمد عليها من الاكس ري اكيد يعني بس اللي انت ممكن تشوف في الاكس ري هي مجموعة فراكشارز اول حاجة اسمه تمام؟ اللي هو الصورة بتاعته ده تمام؟ الصورة بتاعته كده وديقت الاكس ري بتاعته هي ادي الو... ودي الفراكشور من الجانب اهو تمام؟ ان حتة اللي هو بيفصل عن العظم خالص ماشي اه تاني حاجة اللي هو تمام؟ الحتة ديت بتفصل كده او جيدا الحتة ديت بتتكسر يعني كده تمام والفراكشر ده اسمه تالت حاجة ان هو ممكن يحصل العضمتين يدخلوا في بعض فعضمه تطبع على التانية في تعمل كده زي اللي موجود هنا ايه في الصورة هنا تمام وعرفنا من ايه ان الحتة ده تسودة غير ايه الجزء اللي ابيض بتاع البون يعني اه اخر حاجة اللي هو ايه يحصل فيه كسر كده زي ما ايه موجود عندنا في الصورة دي ماشي بقى احنا قلنا بنشوف الاول عامل ازاي والانجري بتبقى عاملة ازاي النورمال لان احنا بنلاقي تمام يعني يعني بيبقى اهو تمام وحلو زي الفل وبنلاقي ان في يعني بتباني باللون السود وفي كده على المكان بتاع بتاعه ده الطبيعي طب اللي مش طبيعي بقى ان هو ايه بقى ايه ماشي بتلاقي ام فرص يعني ايه الدنيا فيها اديمة كده ماشي يعني ايه يعني في بياض تمام اه اه ماشي ماشي اه انزامة سابستانس او التبيال او فمرال اتتشمنت طب واحدة واحدة كده انت هنا دلوقتي ده مكان بتاع الانتير كورشيت انت شايف يعني في بور او نانفزوليجيشن اوفزا ايه اوفزا لاجمت دي اول حاجة تاني حاجة ان انت بتلاقي ان الدنيا هنا بقت بدل ما هي سودة لا بقت بيضة زيادة عن اللزوم تمام اه تالت حاجة ان انت هنا ممكن تلاقي ان الايه بقى ويفي وريدندنت ويفي وريدندنت اهو ريدندنت وفي حتة مقطوعة بيضة هي تمام اه اخر حاجة ان انت ممكن تلاقي عند الايه في كده في النص حتة بيضة حتة بيضة ده بتمثل القطع بتاعه يعني تمام اه دوت الجزء بتاع الامر اي اخر حاجة بقى التريتمنت بتاعنا احنا بنعمل سليكشن للميستوف تريتمنت بناء على مجموعة من العوامل اول حاجة وقلنا ان السكيم بتاعتهم ايه ماشي اللي هي تلاتة اي 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 ا يعني احنا قلنا بيعتمد على سواء هي واحد واثنين فدول بنعالجه او تلاتة دوت بنعالجه ايه ماشي خلينا نعلمه لكم برضو عشان ايه لو حد ما خدش بالو منه اه جريد واحد واثنين بنعادل لكم او بنعمل له بنعمل له بنحط له عشان الاديمة وبنعمل له بنقويهم وفانكشنال ان احنا بنلبس رجبه ماشي اه انما بتاعتها اللي هما زي مسلا لعبت الكرة والكلام ده وبرضو برضو مثالهم اللي هما لعبت الكرة او الاجي بتاعهم الاجي كل ما يصغر كل ما يبقى احسن له ان هو يدخل تمام احسن حاجة طبعا ان انت تستنى تلاتة ويكس ماشي عشان تتجنب ماشي وانت في الوقت دوت في خلال التلاتة اسابيع دول ما تريحش او ما تكسلش لازم تعمل عشان ما تدخلش في اتروفي وبالذات في البسطة اللي بتيحصل له اتروفي امتى في اول تلاتة اسابيع تمام ايه احسن حاجة لا طبعا الريكون سيرجيري احسن ولا الارثروسكوبك لا الارثروسكوبك احسن لها بالمنظور اه the principles of the reconstruction surgery هي الاوتوجرافت اللي هي من الشخص ذات نفسه. manten 빨 agent. الاوتوجرافت اللي هي من الشخص ذات نفسه. ممكن اخذها من الباتيلر تندل من 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 Uh thanks tendumph and ladies. او من ال manylax голос. Depois انما في الار ات ممكن تاخذه من الباتيالر الهمسطرينج. بس المميز فيها ان انت ات ممكن تاخدها مالفاش يلاته او من البنت تمام. لنحفظه اللي هما John or Signだ. او الدقن. ماشي? اخر حاجة عندنا خوالة سيال بيقول لك طبعا تمام? احنا ندي فرصة بس العظم ان هو يعمل ماشي ويلحم كويس في عشان ايه? عشان تبقى كويسة وايه كويس. ماشي? اه ويبقى احنا كده خلصنا كلام عن ايه? عن معلش محاضرة طويلة شوية وفيها تفاصيل كتير. بس ان شاء الله الكلام يكون سهل ويكون نعرف توصله لكم بشكل كويس. اه ان شاء الله نتكلم عن الباقي الحاجات بقى اللي ايه? والميديا المنسكس والاترا المنسكس في ريكورد لوحدهم. اه ربنا يعينكم ويوفقكم ان شاء الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة